بيبدأ الملخص ببطلتنا شياء وهي بتحكي إنها قبل ما تتعرف على حبيبها كانت مشغولة بحياتها التقليدية لكن أول مرة قبله وشافت عيونه أعجبت بيه نروح لبطلنا كو اللي بيكون دكتور أمراض هضم ومريضته بتطلب منه رقمه علشان يرتبط ببنتها لكن زميله واللي بيكون اسمه دو بيقول لها إن الدكتور كو مرتبط بالدكتورة شين زميلتهم أول ما بيبصله كو بيخاف دو وبيمشي وبيكتب رقم للمريضة وبيطلع غلط بعدين بيقعد كو على مكتبه وبيمسك ورقة نقل من الإسم بتروح له زميلت وشين لإنها عرفت بخصوص نقله فبتقوله إن كان حلمه الجراحة وإزاي تخلى عنها لكن كو بيكون مسمم على رأيه وبتجيله مكالمة بيقول كو إنه مشغول لكن بيوافق يخرج في نفس الوقت شياء بتتكلم في التليفون وبتكون متضايقة لإن بابها ومامتها ما حضروش حفلة عسفها وبتوافق تخرج وبتروح شياء وتقابل صاحبتها سام اللي كانت مسافرة بتحط سان مكياج للشياو علشان دخلين البار وبيكون فيه كو بيقابل صاحبه جو اللي بيعرض عليه يشرب لكن كو بيرفض بيجي اتصال لجوه بيمشي بنروح لأبو شياء واسمه المعلم لين بيكون قلقان عليها ولما بيشوف صورتها مع سام بيروح لها لما بيوصل للمكان بتكون شياء وشربت كتير وسام معاها واول ما شياءو بتشوف باباها بتروح تقعد مع كو علشان لين ما يشوفهاش بيفتكرها كو عايزة جو لكن لين بتقعد جنبه وبتمسك الجاكت بتاعه وبيحاول كو ياخده لكن بتقع شياءو عليه ووقتها بيشوفها لين بتقول شياءو على كو انه حبيبها ولما بيحاول كو ينكر بيقوله لين انه شاب فاسد لانه بينكر علاقته ببنته وبتهينه شياءو وباباها وبيمشوا وقتها بيشوفهم جوه وبيمشي مع كو علشان يفهم اللي حصل سام وهي بتودع شياءو بيسيب قو وبيدخل يتعرف عليها وبتدي له سام رقمها لما بترجع شياءو البيت مع باباها بنعرف ان شياءو في اخر سنة في الجامعة وان باباها عايزها تكمل دراستها لكن شياءو بتحب العصفة على اللي تشله وبتعاتب اهلها انهم ما حضروش حفلتها وبتدخل قضتها فبنشوف لين تعبان بمعدته وانه كان بيعمل منزور علشان كده مرحوش الحفلة تاني يوم شياءو بتاكل وبتشوف تحاليل لين لكن مامتها بتاخدها منها وبتمشي فبتروح شياءو وراها للمستشفى لما بتدخل مامتها الحمام بتروح شياءو تصور التحاليل لكن بيشوفها قو وبيفتكرها وبيطلب لها الامن فبتهرب منه شياءو وبيطلبه قو لحالة فبيمشي لما بتشوف شياءو صور التحاليل بتطمن ومامتها بتعرف من الدكتور راشين ان لين كويس كمان التحاليل مش بتوضح وجود سرطان عنده اما الدكتور قو بيطلب تحاليل لين وبيرجعها عند شياو معلمها بيمسكها أداة تانية غير اللي تشله علشان غلطت في العصف لما بترجع شياو البيت بيتصل قوه بمامتها وبيقول لها إنه شاكك في وجود سرطان عند لين فلازم يعمل تحليل تاني ويحجز غرفة للعلاج لأن الكرحة بتاعته شديدة لما بتقول لين ما بيوفقش ولما بيروحوا المستشفى بيسيبهم ينزلوا وبيمشي بالتاكسي فبيدخلوا المستشفى يحجزوا غرفة لكن بيطلبوا معلومات المريض بتتصل الأم بلين وبتمثل شياو إن عندها الزايدة بيروح لهم لين بسرعة وبتدخلوا القوضة تاخد معلوماته بيشوفهم قوه بيمثل على شياو بإنها لازم تدخل عملية بتخاف شياو وبتقول إنها كويسة كمان عملت كده لأن لين رفض يدخل المستشفى بتدخل الأم وبتقول إنها حجزت القوضة لكن محتاجين يشوفوا الدكتور قوه فبيقلع قوه الكمامة وبيقول لهم يروحوا المكتب معاه بتتصدم شياو ولين منه لما بيروحوا المكتب بتطلب الأم يقابل قوه فبيعرفهم قوه على نفسه بيوريهم الأيدي بتاعه بتتفاجئ شياو لما بتعرف إنه طبيب لين وبيرفض لين وشياو إنهم يعملوا منظر تاني لين لأنه هم مش واسقين فيه وهم خارجين بيقابلوا شين اللي بتقولهم إنه قوه عايز يتطمن لما بيمشوا بيعتذر قوه لأنه ما تكلمش مع شين بخصوص الحالة لكن شين بتكون قلقان عليه لأنه ممكن يتحقق معاه بدغطه على المريض فبيقول لها قوه إنه عرض عليهم والقرار بإيدهم شين بتعرض عليه لو هيتنقل بسبب اللي حصل لمعلمهم وإنه ملهوش زنب في اللي حصل فبيتوتر قوه وبيمشي نروح للأم وهي بتعيط وبتزعق لين وشياو لأنهم مش موافقين على المنظر تاني فبيوافق لين إنه يعمل المنظر وبتحلف شياو إنها تحترم الأطباء في مجلس الأطباء بيعرض الطبيب يان حالة وبيقول الحل يستقصله الأعضاء فبيطلب المدير رأي قوه اللي بيقول فيه فرصة يشيله جزء من العضو لأن المريض لسه شاب وهيعاني في حياته بيقتنع المدير برأي قوه وبيمشو وبتسمع شياو الطبيب يان بيقول لقوه إنه في المستشفى بعد الحادث الخطير اللي اتعمل لأنه هيكون زوج بنت المدير فبتمشي بنروح لسام وهي قاعدة مع جوه وبتكون عارفة إنه بيكلم بنات لما بتوصل مكالمة الجو مش بيرد وبيقول لسام إنه وقته ليها فبتوصل مكالمة لسام وبترد بعدين بتقوله إنها ما عندهاش وقت وبتمشي بنروح لشياو وهي بتدخل القوضة بيكون قوه بيعالج طفل لما بيخرج بيسمع شياو بتقول لمامتها إنه في المستشفى بالوسطة كمان اتعرض لحادث طبي بيروح قوه ويراجع أمر نقله مع المدير اللي مش بيكون موافق على نقله لأنه جراح كويس كمان عارف إنه بينقل بسبب معلمه ليانج فبيروح قوه مكتبه وبيفتح شنطة الجراحة وبيكون متوتر ومش قادر يمسكهم بنرجع للين اللي بيكون متردد لما بتسأله شين على أعراض موجودة عنده بعدين بينكر بتخرج شياو تسأل شين عن الأعراض فبتقول لها إنهم لازم يبدأوا العلاج لو عنده بتطلع شياو على الصطر تتصل بسام واللي بيسمعها قوه وهي بتقول لها إن لين كذب على شين وبتطلب منها تشوف طبيب كويس فبتكون سام وقتها مع جوه اللي بيقول لها على قوه بتروح شياو جنب لين لكن دو بيقول لها لازم تجيب طلب زيارة بالليل علشان تقدر تكون جنبلين فبتخرج شياو وبتقعد برة لما بيرجع دوه وبيشوفها بيقول لها تنم مكانه لكن كوه بيكون خلص شغل وبيروح يغير لبسه وبيكون فاكر زميله اللي نايم لكن لما بتشوفه شياو بتحاول تخرج بيمسكها شياو بتقوله إن دوه اللي سمح لها تدخل هنا فبيتردها كوه وبيقول لها إن دوها يتعاقب بتعتذر له شياو إنها لمست حكته وبتخرج علشان ترد على اتصال مامتها بيخرج كوه من القوضة وبيسمح لها تدخل وبينام كوه في مكتبه علشان تنام راحتها لما بيسحكوه بيروح لشياو بيلاقيها سهرانة على كتاب والشياو لما بتفوق بتشوف جنبها كتيب ونصايح لباباها فبتخرج شياو تشكر دوه عليهم اللي بيستغرب من كلامها وبيشوفها كوه وهي قاعدة مع باباها وبيتصل بيجوه علشان يطلب منه يمسك حالة في الأول بيرفض كوه لكن بيوافق لما بيعرف إنه لين وسام بتتصل بشياو علشان تبلغها لما بيتقابله بتقول لها شياو على كوه إنه في المستشفى بالوسطى ومش شاطر ومش بتكون وثقة فيه وكل ده بيكون كوه سمعها بتقول لها سام إن الطبيب اللي هيجي خبير ومعروف فبيقول لهم كوه إنه هو الخبير بتتصدم شياو ولما بتعرف سام إنه ده كوه بتروح لجوه علشان تضربه بيقعد قوه مع شياو بيسألها مش بتصق فيه لإنها شافته في البار ولا لإنها سمعت كلام غلط عنه كمان أي مريض أهله بيخافوا عليه علشان كده هيبتكره لإنه قال كلمة سرطان وإن كل المهم صحة المرضى وعايز يشخص المرض بسرعة علشان يقدروا يعالجوه لما بترجع شياو المستشفى بيكون الطفل تشيو بيخرج لإن أهله مش معاهم يدفعوا المصاري فبيقول لين إنهم يدفعوها لكن دو بيقول لتشيوه إنه هيكمل علاجه لإن قوه دفع له المصاريف بتتفاجئ شياو من اللي قوه عمله لكن دو بيقول لها إنه قوه إنسان كويس وبيساعد المرضى وبتخرج شياوه تشوف قوه اللي بيعمل جراحة المريض في قطه لما بيخلص قوه بيغسل إيده وهو خايف وبيفتكر وهو بيعمل عملية لما بيخرج بتقوله شين إنه ممكن يكمل في قسم الجراحة كمان هيقدر يتغلب على الموقف اللي حصله لكن كوه بيرفض وبيمشي بنرجع لشياوه هي بتقول لباباها يوافق على المنزار لكن بيرفض لين وبتخرج شياوه هي بتعيط فبيقابلها قوه وبيعرف اللي حصل لين بيروح يمدي خروج من المستشفى فبتشاور الممرضة لكوه اللي بيقول لين إنه أهله قلقانين عليه وإنه لو تقاذى هيلوموا نفسهم لإنهم مضغطوش عليه وبسبب ده هيعيشوا زعلانين لما بترجع شياوه بتقابل مامتها اللي بتتفاجئ من لين إنه واقف على المنزار فبتستغرب شياوه بتبص القوه وبيشوفهم تشيوه بعدين بيروح لين للمنزار وبيتصل قوه علشان يعرف النتائج فبتقابله شين اللي بتكون مبسوطة لإن قوه رأيه صح وقدروا يحدده السرطان بدري وبتسأله لو يوافق هو يعمل الجراحة لكن بيرفض أما شياوه مامتها بيخبوا على لين إنه مريض كمان شياوه بتقوله إنها عارفة إنه بيدخن ولما بتدور أمها وبتشوف السجير بتتخنق مع لين وقتها بتخرج شياوه هي بتعيط وبيشوفها تشيوه اللي بيشوفها بتعيط على السطح فبينزل يقول لقوه إنه ضايع علاجه وآخر مرة كان على السطح لما بيطلع قوه وبيشوف شياوه بتعيط بيفهم تشيوه عايز إيه فبيسمع شياوه موسيقى وبيتفاجئ لما بتكلمه عن الموسيقى وبيفضل جنبها لحد ما تهدى بعدين شياوه بتقابل شين اللي بتقدم لها يان المسؤولة عن عملية لين فبيقول لها إنهم هيستقصلوا المعدة كاملة لكن شياو بتقوله على نظرة قوه اللي ممكن يزيله نص المعدة بس فبيقول لها يان إنه مش هيتسبب بأزل المريض ولو مش مقتنع بيه ممكن تطلب من قوه يطبق نظريته لما بتطلب شياو من شين إن قوه ينفذ العملية بتقولهم شين إنهم يطلبوا منه لكن يقدموله حاجة علشان يوافق لإنه مشغول فالأم بتدي فلوس لشياو علشان تجيب له هدية لكن شياو بتجيب له قوه برتقان وزيت لنموه والشعر فبيضحك عليها وبيطلب منها تخرج لما بتشوفها شين بتدخل تقنع قوه وبتمسك إيده فبتدخل عليهم شياو فجأة ولما بتتحرج وبتخرج بيوقفها قوه بيبصلها فبتفهم شياو إنه عايزها تقعد لما بتمشي شين بيقول قوه لشياو إنها تخرج فبتقوله إنها سعادته وبتطلب يساعد لين فبيقولها تخسله برتقان وتجيبه لما بتخرج بيجيب الحاجة وبيحطها برا القوضة وبيروح يتكلم معيان بخصوص العملية لكن يان بيرفض يسمعه وبيمشي أما شياو لما بتشوف الشنطة برا بتروح تحكي لسام اللي بتقولها تقدم له فلوس فبتقف شياو تستنيه علشان تديله فلوس لكن لما بتشوفه بتجري وبتقوله بتتخيل وبتروح تستنيه تاني فبيقولها إنه خارج ياكل فممكن تروح معاه فبتوافق وبتتصل بسام تشوف لها مطعم لكن لما بيوصله بيكون فيه خصومات للأزواج وبتكون شياو محرجة فبيطلب كوء الأكل بعدين بيسألها لو بتحاول ترتبط بيه فبتقوله ما يفهمهاش غلط بعدين بتديله الفلوس وبتجري لما بترجع المستشفى أمه بتقول لها إنه كوء دفع العلاج فبتقول لها شياو إنه ممكن يكون فهم غلط وإن الفلوس للعلاج بعدين بتطمن مامتها إنها هتخليه وافق بتروح للدكتور كوء وبتفضل ماشية وراه علشان تحاول تقنعه لكن بيهرب منها لحد ما بيدخل الحمام فبتستنى برا لما بيدخل المدير عليه بيقول لكوء إنه في مستشفى وما ينفعش يجيب حبيبته السابقة لكن كوء بيقوله إنها من عيلة مريض وبتطلب منه يعمل العملية فبيقوله المدير إنه يقدر يرفض زي ما رفض قبل كده وبيسأله لو حابب يعمل العملية لكنه بيكون متردد وبيمشي بتقوله شياو إنها هتقابله تاني وبترجع للقوضة لما بيروح كوء بيشوف تشيو مش عايز يدخل العملية من غيره فبيتصل بيان علشان يسمح له يدخل معاه العملية في العملية بيتخيل كوء نفسه إنه هو اللي بينفذ العملية زي ما كان بيمارس قبل كده بعد العملية كوء بيشوف شياو قدام مكتبه فبيطلب يتكلم معاها لكن شياو بتوقع لعبته وبتاخدها شياو تصلحها بطريقة جميلة وبتقدمها له بيقول لها كوء إنه مش هيقدر يدخل العملية بسبب معلمه اللي مقدرش ينقذه وإن إيده ما زالت بترتجف لكن شياو بتغير الموضوع وبيتحكه لما بيكون كوء لوحده بيفتكر شياو وبيتحك وشياو بتفكر بطريقة تخفف حزن كوء تاني يوم أصحاب شياو بيزوروا لين وصاحبة شياو بتاخده وبتقول لها إن عازف اللي تشيله الرئيسي مريض فممكن تطلب من المدرب وتعزف هي فبتفرح شياو بالخبر وبتروح للمدرب لما بتطلب منه بيقول لها إنهم غيروا المعزوفة وإن كل الأماكن مليانة بتزعل شياو وبتقعد على سطح المستشفى تشرب بيبسي بيشوفها كوء وبيقعد جنبها وبيلاحظ إنها زعلانة لما بيسألها بتقوله اللي حصل فبيحاول يخفف عنها لكن هي بتقوله إنها متعودة وما بقتش بتزعل من المواقف السيئة اللي بتقابلها بعدين بتسأله عن معلمه فبيقول لها إنه عمل لمعلمه عملية لكن حصلت مضاعفات بعدها ومات وبيفتكر قوء اللي حصل فبتقوله شياو إن أكيد زميله قالوله إنه مش السبب لكن هو مش متأكد لو كان علاجه غلط علشان كده عنده الحاجز النفسي اللي منعه وبتقوله إنه طبيب كويس علشان كده لما بيحصل خطأ بيلوم نفسه عليه وإنه لازم يتخطى المشكلة لأنه بعد ما بيبص عليها هيشوفها ويدحك فبيسألها كوء لو تعرضت لمشكلة قبل كده بتقوله شياو ياه ما تعدش وإنها تعرضت لكتير لكن كل مرة بتاخدها حافظ لقدام وبتقوله إنه بالنسبة ليها أفضل طبيب حتى لو مش هينفز عملية لين لازم إنه ما يستسلمش وبتمشي لما بتكون معا لين بتكرر تمسك في حلمها وبتخرج تبعت رسالة للمدرب بتاعها بإنه يديها فرصة وهي هتستغل كل لحظة في وقتها وتتدرب فيها ومش هتخزله لإن العصف حلمها بعدين وهي ماشية بتسمع أهل مريض بيتخنق مع كوء وبيقوله إنه موت معلمه كمان تسبب فأزل ابنه لما بيحاول يضرب كوء بتاخد شياو الضربة وراسها بتتفتح فبياخدها كوء علشان يخيطها وبتكون خايفة فبيديها بلون علشان يهديها وبيخيط الجرح لما بيخلص بتخرج شياو لكن بتفتكر البلون وبترجع تاخدها فبتشوف كوء واقف متدايق بتنادي عليه وبتطلب يخرجه سوا وبتاخده مكان الفرقة بتاعتها وبتحكيله على الشخص اللي شجعها تكون عازفة بعدين بتطلع تمثل قدامه بإنها بتعزف حفلة لما بتخلص بتقول لكوء إن انتباعها عنه في الأول كان مختلف لكن نظرتها دلوقتي إنه طبيب ماهر فبيقول لها كوء إنه مات 15 حالة منه وهو بيعالجهم منهم كان معلمه فهل لسه طبيب كويس؟ بتقوله أيوة لإن الطبيب دايماً بيبص على مصلحة المريض سواء نجح أو فشل فهو نفس دوره بيقول لها كوء إن كتير حاولوا يخففوا عنه لكن محدش استخدم طريقتها قبل كده بيجي الحارس فبيهربوا منه وبيروحوا يقعدوا سوا وبتوصل رسالة لشياو بإن المدرب وافق عليها فبتفرح شياو وبتمسج إيد كوء وهي بتقول إنها بتحقق حلمها لكن كوء بيطلب تسيب إيده وبيعقمها فبتقوله شياو إنه مش هيقدر يدخل في علاقة وهو بيعقب إيده كل شوية وبتسمعه موسيقى بعدين بتقوله طالما مش بيستسلم هتكون المعجزة موجودة دايماً بيروح كوء لي بيت معلمه وبيقعد مع زوجته اللي بتقوله إنه ما يشيلش زن بموت معلمه لأنه مش خطأ منه فبيطلب كوء إنه يشوف كتب معلمه فبتسمح له بتسيبه لوحده بيشوف كوء كلام معلمه بأنه لازم يحاول بدون لهم نفسه لما بتروح شياو وتزور لين بيدخل كوء علشان يتابع حالة شياو بعدين بيبص لشياو اللي بتفهم إنه عايز تتكلم معيها لما بتخرج وراء بيقول لها كوء إنه قرر يمسك عملية لين فبتسأله شياو عن إيده لما بيقدمها بيتلاقيها مش بترتجف وبيطلب كوء إنها تصق فيه وبيكلمها عن العملية لكن لين بيسمعهم وقتها وبيعرف إنه مريض سرطان لما بيكون لين لوحده بيتضيق على شياو وأمها لأنه ممكن يتعب وهما مش جنبه فبيسيبوه وبيخرجو وقتها بتخمن أم شياو إن لين عرف بمرضه لكن شياو بتقول لها إنه قوء وعدها مش هيعرفه لما بيرجع قوء لمكتبه بيلاقي جوء ابن عمه هناك واللي بيطلب منه يحضر عشاء أم قوء لأنها طلبت منه يجيبه معاه بنرجع للين اللي الممرضة بتبلغه بتعليمات قبل العملية ولما بترجع بيطلب لين من شياو تخرج معاهم بعدين بيقوم يلبسه بيجهز رسالة وبيمشي لما بيرجع قوء البيت بيتفاجئ بشين وبتقوله أمه إنها اللي دعتها وهم على الأكل بتعرف أم قوء بإنه هيدخل عملية تاني فبتطلب من شين إنها تهتم بيه وبتقول لها إنها بتحبها ولازم تتجاوز قوء اللي بيكون قاعد متضايق وبيجي له اتصال لما بيرد بيعرف بهروب لين فبيقول لشين وبيرجعوا المستشفى بيطلب منهم قوء يتوزعوا على الأماكن اللي ممكن يروحها بتطلع شياو الشارع وبياخدها قوب العربية يشوفوه لأنهم كانوا فاكرين إنه هينتحر وبيوصل اتصال شياو من أمها اللي بتقول لها إن لين مش في البيت بعدين بتتصل بزميله تسألهم عند شياو بتتعب فجأة ولما بيسألها قوب بتقوله وجات لها الفترة المقلمة فبينزل قوء يجيب لها حاجات البنات وبتساعده بين لأنه بيكون واقف محرج بعدين لما بيسأل إيه اللي بيخفف القلم فبتساعده وبيروح لشياو يديها الحاجة وبيقول لها ترتح وهيكمله بيسألها قوء ليه دايما بتنادي باباها بلين فبتحكيله عن ذكرياتها معاه وازاي كان بيعملها وإنه كان مدرسها في الفصل وحاولت تقوله بابا مرة زعق لها وقال لها تنادي لين وهي من وقتها بتقوله كده وإنها حاولت تهرب من البيت مرة لما لقيوها ما حاولش لين يتطمن عليها لكن ضربها وقال لها هيكسر رجليها لو حاولت تهرب ومن يومها وهي ممنوع تخرج بعد الساعة 6 فبيمسكه وإيدها يهديها وبتتصل مامتها اللي بتقول لها أن لين حجز تذكارة قطر وجالها رسالة تأكيد على تليفونها لما بتبلغهم بالمعيد وبيروحوا عليه بيوصفوا شكل لين للحارس وشياو بتشوف صورة ليه لكن بتكتشف أن ملهوش صور على تليفونها وبتسمع شياو صوته وهو بيتكلم مع شخصة عنها لما بتروح له بتزعق له لأنه قلقهم كمان مامتها تعبانة وقلقانة عليه فبيقول لها أنه عاوز ياكل لما بترفض شياو لأنه عنده عملية ماينفعش ياكل بيقول لقوه أنه عادي ياكل لأنه مش هينفع يدخل العملية وبياخدهم قوه للمطعم اللي لين طلبه بعدين بيقدم له الأكل وبيقعد بعيد عنهم لما بيأكل لين بتسأله شياو إزاي بيأكل رغم الوضع اللي هم فيه فبيقول لها لين إنها كتبت في أمنياتها وهي طفلة إنها تقدر تاكل في كنتاكي معاه وكتبت أمنيات تانية كتير لكنهم لما انتقلوا نسيوا الورقة هناك وكان عايز يجيبها لأنه عرف إنه مصاب بالسرطان كمان مدير المدرسة مات وهو في العملية علشان كده كان حابب يقضي وقت معاها فبتعيط شياو بتقول إنها دخل الحمام وبتخرج بره بيروح وراها كو بيقول لها كلام علمي علشان تهدى لكن هي بتقوله إنها مش فاهمة كلامه ومش بيعرف يهدي حد فبياخدها كول لحضنه وبيتطب عليها وبتستغرب شياو بتسأله لإنه عنده هوس نظافة فبيقول لها إنها قدرت تعالجه وهم في العربية بتمسك شياو في درعلين وهي بتعيط كمان بتناديله بابا بصوت واطي بيشوفها كو بيبتسم ولما بيوصلوا المستشفى الأم بتكون متضايقة وبتضربه بعدين بتساعده شياو بتروح البيت تتفرج على صورها مع أهلها بعدين بتحضر أكل الباباها وبتوديهله المستشفى لإنه هيدخل العملية فلازم يصوم وكو بيكون على السطح وبيبص على إيده بعدين بيدخل لين العمليات وبتستنى شياو ومامتها بره في العملية بيكون كو هو الجراح وبيفتكر كلامه لشياو إنه هيكون ليها وقت مع باباها علشان تحقق أمنياتها كمان هيعمل اللي يقدر عليه فبتقوله شياو إنها وثقة فيه بنرجع لشياو اللي قاعدة مع أمه وبتسألها ليه وفقت على باباها فبتقول لها الأم إن أهم حاجة القلب وهي محظوظة لإن لين هو جوزها وبيعملها باحترام بتخلص العملية وبيقولهم كو إن العملية نجحت فبيفرح وبيروح كو يغير لما بيرجع مكتبه بيلاقي ملاحظة مكتوب فيها شكرا دكتور كو فبيفرح بيها وبيروح كو يتابع لين وبيشوف شياو هي بتتمرن وبيلاقيها مرة نايمة فبيغطيها طبعا تشيو بيشوفهم وبيبتسم بيروح كو يتابع حالة لين لو فيها مشاكل وبيطلب من شياو يتكلم معاها لما بتخرج بيديها تذكرة وبيقولها تحتاجها وبيسألها لو جيدة مع حبيبها كده فبتقوله إنها محتاجة تقابله الأول علشان تعرف فبيفرح كو بيقولها إنها تتدرب على عصف لتشله كتير بتقوله شياو إن مدرستها هتقدم عرض بعد أيام علشان كده بتدرب نفسها بيقولها كو إنه يقدر يساعدها وبيتفقوا يتقابله فبتوافق وشين بتكون شايفاهم وبتزعل لما شياو بتقابل كو بيقدم لها فرقة عصف بتقدم عروض للمرضى تخفف عنهم وبيطلب منها تجرب كابروفا لما بتقدم بيشجعها كو بنظراته لكن بيجي له دوع علشان محتاجينه في حالة طرقة فبيمشي لما بتخلص شياو بتبص عليه ومش بتلاقيه في المدرسة بيقول لها المعلم إن أداء هتحسن علشان كده هتكون العازف الرئيسي في العرض فبتفرح شياو وبتتصل بسام وبتفضل تكلمها عن كو إنه بيهتم بلين كمان سعيدها تتدرب على العصف فبتسألها سام لو في حاجة بينهم لإن كلامها كتير عن كو بتقفل شياو معاها وجو بيروح لسام وبيسألها كانت بتتكلم عن مين وبيقعد معاها وبيقول لها جو إنه عارف مكانها من الموقع بتاعها لما بيحاول يشوف بتعمل إيه بيلاقيها بتدور على شغل فبيقول لها إنه بيفتح مشروعه الخاص ومحتاج مواهب وبيعرض عليها تكون معاه بتسأله سام عن مشروعه فبيقول لها بار لكن هي بتعرض عليه فكرة مقهى بيستغرب جوه لكن بيوافق على الفكرة وبيقول لها إنها تكون المديرة بس سام بتمشي لما سام بتكون في بيتها بيتصل باباها بيها علشان يطلب منها ترجع لإنها مش لقيا شغل فبتقوله سام ما يقلقش وإنها تقابلت بعدين بتتصل على جوه وبتقوله إنها وفقت تكون مديرة في المشروع بتاعه وعايزين يتقابلوا يتناقشوا بنرجع لشياو اللي بتروح لقوء المستشفى فبتاخدوا على السطح يحتفلوا بالنجاحهم وبتشكروا شياو إنه سعيدها وكان بيهتم بلين كمان هتجهز له أغنية خاصة بيه وتقدمها له لما تكون عزفة مشهورة شين بتروح لقوء المكتب لكن مش بتلاقيه بتسأل دوع عليه وبيقولها إنه مع شياو فبتتدايق أما شياو فبتدي تذكر الحفلة لأهلها وهي مبسوطة ولما شين بتزور لين بتديها شياو تذكرة لحفلتها فبتسألها شين لو عرفت قوء وبتقولها تاخد تذكرته تديها له كمان بتقولها عندهم ندوة في نفس المعاد فممكن ما يحضروش بتروح شين تقول لقوء على معاد الندوة وبيوافق قوء بعدين بتسيب التذكرة جنبه لما بيشوفها قوء بيحطها في الكتاب وهو مبسوط قوء بيودع تشيو هو وشياو لأنه هيخرج وبيقرروا يحتفلوا بعيد ميلاده قبل ما يمشي بيوزع تشيو قطع الجاتو وبيقدم آخر قطع لشين اللي بتقدم شوكة معقمة لقوء لكن بياخد من اللي موجودة من غير تعقيم وبتستغرب شياو بتطلب شين تشارك قطعة قوء لما بيقول لها يشاركها مع تشيو بتقول شين إنها وقوء أصدقاء مقربين وعارفين نكهات بعض بيخلصوا وبتمشي شياو وبيروح وراها قوء لكن شين بتوقفه وبتشوفه بيبص على شياو بتمشي شين وبيروح تشيو يقول لقوء إنه عارف سره وإنه بيحب بيقول لقوء إنه ما يعرفش يعني إيه حب فتشيو بيعرفه إنه ما كانش بيدحك غير لما قابل شياو بيفكر قوء في كلامه وبيروح مع شياو يوصلوه للتاكسي هناك بتقدم له شياو دبدوب هدية وقوء بيقدم كتب فبيضحك تشيو عليهم وبيقدم لهم هدية كمان بيطلب منهم ما تتفتحش غير لما يمشي بتفتح شياو هدية وبتقول لقوء إنه رسمها وجنبها لتشاله لكن مين الشخص الطويل اللي جنبها فبيبتسم قوء وبتطلب شياو تشوف رسمته بس مش بيوافق وبيقول لها إنه سر وبيبص على جرحها وبيقول لها تروح له علشان يفك الغرز بيدخل قوء مكتبه وبيفتح الهدية وبيشوف تشيو رسمه وهو بيغطي شياو بعدين بيروح لها قوء علشان تفك الغرز لما بيجهز الأدوات بتكون شياو خايفة بيطمنها قوء وبعد ما بيخلص بيقول لها إنها فهم علاقته بشين غلط وإنهم مجرد زملاء دراسة ومش هيكون حاجة بينهم بتفتكر شياو إنه بيقول لها كده علشان ما تنشرش أخبار عنه وبتقوله إنها هتمشي فما يقلقش بيبتسم قوء لإنها فهمته غلط بيحاول يلمح بطريقة تانية وإنه نفسه حد يهتم بيه زي ما بتهتم هي ومامتها بلين فبتسأله لو عايز يكون مريض فبيتصدم وبيسكت بعدين بيسألها لو حسب فرق عمر بينهم فشياو بتقوله إنها أحيانا بتكون عايزة نديبة عمها وبتسأله لو معاه التذاكر وهيحضر فبيسألها لو عايزها يحضر لكن هي بتقوله أيوة لإن لين ومامتها مش هيحضروا وهتحتاج حد يشجعها بتقوم شياو تخرج وبيقول لها قوء تهتم بالجرح بيجهز لين نفسه علشان هيخرج وبتقول الأم إنها هتاخد رقم قوء علشان لو احتاجه حاجة بتوقفها شياو لإنه قوء مش بيسمح لحد ياخد رقمه لكن الأم بتصمم وبتمشي لما بترجع بتقولها شياو أكيد ما أخدتهوش فبتوريها الرقم وبيجي وراها قوء وبيدي لشياو ورق عن إزاي تتعامل معالين بعد الجراحة لما بترجع شياو بيتها وبتقرى الورق مش بتفهم جزء فبتبعت رسالة القوء لكن بتظهر لها رسالة إن جهة الاتصال مش بتقبل أي حد لما بيخلص قوء الجراحة بتبلغوا الممرضة بأجاستو لكن قوء بيقول لها إنه منتظر مريض علاج كيميائي لما بتقوله إن ده تابع شين بيعرفها إنه هيتابع بس بيوصل لين وعيلته المستشفى لما بتدخل شين عليهم بتفتكرها شياو قوء فبتقول لها شين إنها المسؤولة عن لين وبتقول لها شين على التعليمات وبتمشي بتبعت شياو رسالة لقوء لإن لين مش قابل ياكل حاجة فلو عنده اقتراح يساعدهم لكن قوء مش بيرد عليها بعد فترة بيروح لهم قوء وبيسأل لين عن وجبات لحد ما بيوافق فبتروح شياو تجيبها بيروح ده يزور لين وبيقول له كويس إنه بياكل فبتقول له شياو إنه قوء اللي ساعدهم ده بيسألهم لو قوء كان هنا لإن حصل حدثة وهو خرج لمكان الحادث وكان مش غول طول اليوم لما بترجع بتبعت شياو رسالة لقوء تشكره فبيحاول يرد عليها لكن يان بيخليه يبعت رسالة غلط بنشوف قوء اللي بيروح يحضر حفلة شياو وبيبعت رسالة لشين إنه مش هيحضر الندوة لكن لما بيحضر بيشوف شياو مسكة المسلس وزعلانة فلاش باك لما بيشوف المدرب إيد شياو بتهتز وبيرفض تعزف بعد ما بيخلصوا بيروح لشياو اللي بتوقع تشله صحبتها لكن بيوقفوا المدرب علشان يعرفوا على العزفة الرئيسية وبيروح قوء يقول للبنت اللي بتهين شياو لإنها عزفت على المسلس وبيقول لها إن شياو كانت أفضل وحدة لما بتسأله البنت هو مين بتقول لها شياو إنه معجب وبيمشوا بيعقم قوء إيدها وبتسأله شياو ليه جهي الحفلة وإنها شافته بيتكلم مع المدير وأكيد دعاه كمان حتى لو مجاش علشانها فهي بتشكره فبياخدها قوء يوصلها للبيت وهم راجعين بيمسك قوء إيدها وبيقول لها إنها لازم تزور طبيب عزام لإن إيدها ورمة بعدين بيخلع الجاكت وبيلبسه لها لإن إيدها بردة بتوصل شياو البيت وبتدخل بعدين بتفتكر إنها ما رجعتش الجاكت لقوء فبتقلعه لكن بتلاقي فيه تذكرة الحفلة وبتعرف إنه راح علشانها فبتجري على الشباك وبتتصل بيه وبتسأله ليه ما روحش فبيقول لها إنها لسه مشغلة النور بتقوله شياو إنها هترجع له الجاكت بتاعه في المستشفى بعدين بيمشي قوء وبيبعد لشياو طلب صداقة فبتقبله وبيفضلوا يتكلموا طول الطريق لحد ما بيرجع بيته بيطلب أهله يتكلموا معاه وبيفكروا إنه طبيب فلازم يتجوز نفس مجاله وإن شين بيحبوها لما بيفتكر قوء كلامهم بيقرر يدور على شقة لوحده بتسحى شياو على رسالة من قوء بإنها ما تغسلش الجاكت وتجيبه المستشفى بس فطبعا شياو بتقوم تغسلها لكن بتستخدم منظف الأرضية وبتبوز كل حاجة ومامتها بتستغرب إنها أول مرة تغسل بتروح شياو المستشفى وبيكون قوء مشغول لكن بيسيب زميله وبيروح لها بتشوفهم شين وهتروح وراهم لكن حد بيطلبها في المكتب بتقدم شياو الجاكت وهي بتعتذر لقوء وبتقوله إنها هتجيب له بداله لكن قوء بيطلب يشوف إيدها فبتفتكر إنه هيدربها بس بيقول لها إن إيدها لسه ورمة كمان لازم تشوف طبيب بسرعة وبيديها تذكرة حجز باسمها لما بتسأله لو وقف مخصوص علشان يحجز لها بيقول لها إنه دو هو اللي وقف فبتشكره شياو على مساعدته ليها قوء بيطلب منها تجيب له ميا لكن وهي راجع بتقابل شيين اللي بتاخد الكباية منها وبتفكرها إن لين خرج من المستشفى كمان هي المسؤولة عن حالته فتبعد عن الأطباء التانين لإنهم مشغولين وبتاخد الكباية وبتمشي لكن شياو بتكون سايبة شنطتها فبتروح وراها بتقدم شيين الميا القوء اللي بيسأل عن شياو وبتقوله إنها كانت مستعجلة وثبت الميا ومشيت فاستغرب قوء لإن شنطتها موجودة بتحاول شيين تقرب منه لكن قوء بيبعدها بعدين بياخد الشنطة وبيطلع على السطح وبتكون شياو بتلعب ومستنياه فبيعزمها قوء على الغدى لإنه تأخر عليها لما بيروحوا مطعم بيطلب قوء أكل سحي كمان بيطلب من شياو ترفع إيدها وبيعقامها وبتكون شياو متضايقة من الأكل بيقول لها قوء إنها لو حبت عوضه عن الجاكت ممكن تساعده يختار شقة لإنه بينقل فبتوافق شياو وبتقوله إنها هتجمع له كل الشقة المناسبة من النيت بتروح شياو تقابل طبيب العظام ولما بتخرج بيسألها قوء عن اللي طلبوا منها فشياو بتقوله إنها محتاجة راحة نص شهر فبيؤمرها قوء ما تعزفش على اللي تشيله في الفترة دي لكن لما بترجع شياو بتشوف رسائل أصحابها عن عزفة اللي تشيله اللي كانت في الحفلة بتتدايق شياو وبتفضل تتدرب بتسمعها لأم وبتروح لها فبيتصل بيها قوء علشان يتطمن على لين وبيسألها لو شياو هي اللي بتعزف وبيقول لها تمنعها لإن إيدها محتاجة راحة بعدين بيتصل بي شياو اللي بتنكر إنها كانت بتتدرب فبيقول لها قوء إنه محتاج منها تجيب له ميت شقة مناسبة للإيجار تاني يوم بتتدايق شياو بتوافق وبتجمع المناسب لحد الصبح لما بتبعتهم لقوء بيتصل بيها وبتكون وقتها هتتدرب وبتقع في الكلام فبيطلب منها قوء تصنف الشقة اللي بعثتها من حيث المسافة للمستشفى والإيجار فبتتدايق شياو لكن بتوافق وبتفضل طول اليوم تصنفهم لما بتبعت المعلومات بيتصل بيها فبتقوله إنها هتنام بيطلب منها تاني يوم تروح تفرجوا على الشقة وإنها معاها 8 ساعات نوم لما بتعترض وبتقع في الكلام إنها هتتدرب لما تصحى بيقول لها معاها 8 ساعات أول ما المنابه بيضرب وبتصحى شياو تتدرب بيتصل بيها لما بتنزل شياو تقابله بنرجع في لاشباك وهو بيقول لها إنهم هيروحوا يرجعوا الشقة دلوقتي فبتتدايق شياو لما بتركب العربية بيديها فطارها المفضل فبتقوله المفروض يعتذر لها لكن هو بيشكرها بتفرجوا شياو على الشقة وبيرفضهم قوة بتكون في شقة عجبته هيوافق لكن لما بتقع شياو بكلامها إنها هترجع تتدرب بيرفضها فبتمشي شياو وبتسيبه لما بيروح وراها بتسأله لو قصد يعمل فيها كده بيقول لها أيوة وإنها لو وعدته توقف تدريب هيسمح لها تمشي وهيقدر يحدد شقة لنفسه بسهولة كمان إيدها مهمة وهو من معجبينها بيروحوا يتفرجوا على شقة تانية وبيوافق قوة عليها لكن سعرها بيكون غالي فبتطلب شياو من قوة يمشي فقوة بيقف قدام الباب يسمعها وبتقول شياو لصاحب المكان يخفض الإيجار لأنه حاببها وحالته مش كويسة وبتفضل تمثل إنه فقير فبيقتنع صاحب المكان وبيخفض السعر لما بيدخل قوة بيعامله صاحب المكان بإنه حاببها فبتشكره شياو بتاخد قوة بتمشي بيسألها قوة عن الكلام اللي قالته وكان ممكن يمثل معاها بتتحرك شياو وبيمشو شين بتدخل مكتب قوة وبتشوف جهازه وإنه بيدور على شقة جديدة أما شياو فبيوصلها قوة علشان تقابل سام اللي بتاخدها علشان شياو تحكي لها كل حاجة وبتعرف سام إنه بيحبها لكن شياو مش فاهمة لما قوة بيبعت رسالة لشياو علشان يمضل عقد سوا بتمسك سام التليفون وبتبعت له إنها مش فاضية بيشوف قوة الرسالة وبيتصل بيها فبتقول لها سام تقوله إنها مش فاضية لكن شياو بتقوله إن صاحبتها اللي بعتت الرسالة كمان هي فاضية تروح معاه فبتتدايق سام منها أما قوة بيشوفه دوه هو بيبتسم لوحدة وبيسأله فبيقوم دوه نايم علشان يهرب منه نروح لشياو اللي بتفتكر ذكرياتها مع قوة ومش بتعرف تنام طول الليل عند سام بتسأل جوه عن تفاصيل لقوة وبيفتكر جوه إنها معجبة بقوة بيكون غيران لكن سام في الآخر بتقوله إنها بتسأل صاحبتها أما جين بتكرر تتصل بأهل قوة علشان تقولهم إن قوة بيقرر ينقل من البيت تاني يوم بتصحى شياو بتروح تاكل معالين لكن بيكون واضح إنها ما نمتش طول الليل لما بتوصل لها رسالة من قوة بتقوم تدخل قدتها وهي مبسوطة وبترد عليه كمان بتتخيل شكله هو بيقولها رسائله فبتدعي على سام لإنها مش هتقدر تتعامل معاه تاني بعد ما عرفت إنه بيحبها لما بيخرج قوة علشان يقابل شياو بيلاقي مامته قدامه وبتقوله يرجع البيت لإن بابا عايزه فبيبعت رسالة لشياو بإنه هيتأخر بتقوله شياو إنها تروح تقابل صاحب الشقة على ما يوصل ولما بتروح بتستنى هناك لما بيرجع قوة البيت بابا بيكلمه عن الشقة وبيكون قوة مستعجل لإن شياو بتبعت له رسائل بتحاول شياو تتصل بي تاني لكن تليفونه بيكون مقفول شياو مستني يقوة علشان يروح يمضي العقد وهو قاعد مع أبوه وبترن عليه ما بيردش والسمصار بيزعق وبيقول لبابا إنه كبر وعايز يستقل بنفسه لكن أبوه مش موافق فبيقوله إنه مشغوله وبيمشي بيروح لي شياو بتقوله إنه في حد وقع العقد وهي حاولت كتير تمنعه لكن السمصار رفض وبتتأسف له فبيقولها هو المفروض اللي يتأسف لها وبياخدها مطعم علشان ياكله وبيكون مبسوط وهو بيأكل معاها شياو بتبعت له إنها وصلت البيت وانبسطت بالخروجة معاه وبتقوله دي مش آخر خروجة شياو بتتغدى وبتفكر في كوه ومش مركزة في الأكل اللي بتاكله وبتفرح لما تعرف إن جارتهم هتسافر وعرض الشقة للإيجار فبتروح لجارتها علشان تتفرج على الشقة وأخدت منها المفاتيح وبتنظف الشقة كويس سام قعدة مع شياو وبتقولها إنها مهتمة بكوه أكتر من دراستها وبتفكر تطبع له صور الشقة بدل ما تبعتها على النت وكتباله إن أهم ميزة فيها هيكون جار أجمل بنت بتقولي شين تقنعه ما يسبش البيت وشين بتقولها إن عندها فكرة تخليه يفضل معاهم كوه بيجيله اتصال من سمسار بيقوله عنده شقة لي سام وجوه بيجهزه الكافي وبيلفها بفرع النور وبيكونوا قريبين من بعض وبيقولها إنه بيحبها شياو بترن على كوه لكن الدكتور دو اللي بيرد وبيعرفها إنه نايم السمسار بيفرقه على الشقة وشياو بتروح للشغل مش بتلاقيه وشين بتقولها إنه هياخد شقتها خلاص وما تتعبش نفسها شياو متعصبها وبترن على صحبتها وبتقولها قوه بيرن على شياو وهي مش بترد عليه سام بترن عليه وبيقابله هو وصحبه سام وبتزعقله لإن شياو تعبت وجهزت له شقة وهو ماشي وراء الدكتورة شين وهينقل شقتها كمان وبتوريه الملف اللي شياو مجهزه لي شين بتكلم السمسار وبتعرف إنه قوه موقعش العقد وبيقول لها إنه أفجر شقة تانية شياو بتصحى من النوم وبتطلع على البلكونة وبتتصدم لما بتلاقي قوه في وشه في الشقة التانية وبتعرف من مامتها إنه قوه رن عليها وأجر الشقة وبتفرح وبيطلعوا يقولوا البعض صباح الخير مامة شياو بتطلع تعزمه على العشا شياو واقفة بتجاهز العشا وهي وقوه بيتحاكل بعض قاعدين بيتعشوا ومامتها بتقول لها تعرف قوه على الجيران وشياو مكسوفة تاكل وبتقول لبابها إن دي طريقة أكلاها شياو بتروح مع قوه يشتروا حاجات لبيته وبيشتري ليها شب شب معاه علشان لما تروح تزوره وبتفرح شياو بترتب الشقة مع قوه وبيفرح لما بيلاقيها شرية فرع مصابيح وبيعزمها على مية معقمة وبيسيبها وبيروح يعلق المصابيح بتبدأ حلقتنا وشياو قاعدة مع قوه في شقةه وبيكون الوقت تأخر ولازم تمشي وبتخسله الكبيات قبل ما بتمشي وبتدخل شاقتها فرحانة لكن بتنسى تليفونها وبتروح علشان تاخده فبتلاقيه بيخسل الكبيات تاني لإنه مواسوس بس ما بيكونش عارف يقول لها إيه وبترجع زعلانة وبينضف الأرض بعد ما بتمشي لإنها دخلت بالجزمة وبتفرح لما بتلاقيه سايبلها هدية قدام شاقتها بتروح شين لمكتب الدكتور كو واللي بتكون عارفة من مامته إنه هينتقل لبيت جديد وعايزة تعرف عايز يعيش لوحده ليه ولقى بيت ولا لسه وبتقوله يتكلم مع أهله بخصوص نقله لأنهم أكيد زعلانين وبتطلب من دكتور دو واللي بيكون عارف إنها معجبة بيه إنهم يفاجأوا قوه في بيته الجديد وبتقوله يخليه سر بينهم سام بتحفل على شيو بخصوص الهدية وبتقولها شيو وهي مكسوفة إن مفيش حاجة بينها وبين كو ولما بيجي يجوه فشيو بتفهم إنه بيحب سام من طريقة كلامه لكن سام بتقولها إن مفيش حاجة بينهم كوه راكب العربية وبيلاقي شيو بتجري والدنيا بتشتي عليها فبياخد شمسية وبيروح لها وبيقولها ما تزعلش لأنه بيحب يخسل الكبيات بيوصلها لبيت وبيقولها تنشف شعرها علشان ما يجلهاش برد ولو احتاجت حاجة تبعط له رسالة كوه بياخد شريط حبوب لشياو لكن صحابه بيجوه وبيعملوله مفاجأة في بيته الجديد بيتغير ملامح الدكتورة شين لما بتلاقي شبش بشياو جنب جزمة كوه كوه بيطلب منهم ما يلمسوش أي حاجة شياو بتشوف شين من الشباك فبتتدايق وبترن على سام فبتروح ترائبهم لكن بتعمل نفسها بتوكنوس لما باباها بيشوفها صحية وبتبص من العين السحرية وبتلاقيهم مش لوحدهم وكل أصحابه خرجوا فبتتعصب شياو لما بتلاقي شين دخلت شاقته وبقول وحدهم لأنه بيكون معرفها أنه هو وشين صحاب شين بتحاول تتقرب من كوه واللي بتخلص معاه حاجة في الشغل كوه بيدحك لما بيسمع شياو بتعزف باللي تشيله بصوت عالي فبيدخل باباها يسكتها لأنه مش عارف ينام ومش بتكون عارفة تعمل ايه فبتعمل حجة الزبالة وبتطلع لما بتلاقيهم خرجه وشين بتطلب منه يوصلها لكن بيقول لها أنه شرب كتير ومش هينفع يسوق شياو بتتعصب عليه وبتدخل شياو بتحلم أنه تجاوز شين وعنده طفل لكن مامتها بتصحيها من النوم وبيتقابله وهي رايحة تشتري فطر لباباها وبيطلب منها يروح يفطره سوا وبتفرح لما بيقول لها أنه هو وشين كانوا بيحضروا للمؤتمر مبارح وبيكون مستغرة بطريقة أكلها لكن بيكل زيها وبينبسته شين عايزة تكمل شغل مع قو في شاقته فبيطلب منها أنهم يتكلموا في الشغل بس ويكون في المستشفى وسام بتقول لي شياو تلمح لقو أنها معجبة بيه جيانج بيرجع من السفر وبيقابل أصحابه اللي كانوا معاه في الجامعة وبيسألهم عن شياو واللي ما بتكونش عارفة أنه رجع وعملها لها مفاجأة وبيعرف منهم أنها عزفة تشيلو شياو بتفكر تعزم قو الليلة على العشاء وبتطلب من مامتها تعمل خضار لأنه بيحبه لكن بيكون عنده عملية ومش فاضي ولما بتكلم سام بتقول لها تاكل قبل ما ييجي علشان ما تاكلش كتير قدامه وتحاول تكون رقيقة شياو بتطلع تستلم أردر والباب بيتقفل عليها وناسي المفاتيح جوه وبتكلم سام وسام بتعرف الدكتور قو فبيخلص شغله وبيروح لها وبيرجع لها فجأة وهي بتاكل كتير فبتتخضه وبيقول لها تاكل بالراحة وبيعرفها هتنام عنده الليلة بتطلب منه شاحن وبتكلم سام وبتقول لها أنها عرفتها تكلم أهلها مش كو بتدخل شياو الشقة وبيديها لبس علشان تستحمى وفي قلب اللبس ورقة كاتب لها أنها حلوة من غير مكياج وبيكون خيالها شغال وبيجهز لها أكل وبيقول لها تروح تاكل وأنه مش جعان جوه بيروح لسام علشان ياخدها المحل بس مش بتوافق فبيقول لها ما تكترش من الشرب وتخلي بالها من نفسها وهي مروحة شياو بتبص على كو وهو بيشتغل وبتروح تساعده وبيضحك لما بيلاقيها بترجم على التليفون فبياخد منها الكتاب علشان تروح ترتاح شياو بتجهز له أكل وهو شغال علشان لما يخلص ياكل لكن كو بيروح المستشفى لأنه وراء الشغل مهم ومش هيرجع الليلة وبتفضل قعدة طول الليل بتفكر فيه شياو بتقابل أصحابها ولما سام بتكلمها عن كو بتقول لها أنهم مش شكل وهو طول الوقت مشغول بتعرف سام بعد ما شياو بتمشي أن جيانج رجع من الصفر ولما شياو بتروح درس العصف بتزعل لأن أصحابها قالوا لها أن مكانها تتاخد وهي لعبة مسلس فبتقول لهم أنها بتلعب مسلس مؤقتا لكن هي انتقلت لكسم لتشله وإدها بقت كويسة بيدخل مستر جين يعرفهم على جيانج وبتفتكر جيانج لما كان بيدربها في الجامعة وبتطلع تقعد في الجنينة وهي زعلانة أنها مش هتشارك معاهم وبيروح لها جيانج واللي مفكر أنها نسيته وبيتمشوا سوا وبيلاقيها زعلانة بياخدها عند أصحابه اللي بيعزفه وبتصوره وهو بيعزف مع أصحابه وبتسقف له فبيقول لها تعزف معاه لكن مش بتوافق لأنها محروجة وبتوافق تجرب لما بيقول لها أنه معاها هو بيرجع البيت وبيلاقي شياء وسايباله رسالة ومشروب يشربه بعد الشغل فبيفرح وبيرن عليها لكنش بتسمع التليفون وبيعرف أنها مشغولة بالعصف لما الناس بتصورهم وبتنزلهم على النيت جيانج مبسوط وهو بيعزف معاها وبيقعدوا يأكلوا كلهم ولما بيطلبوا منها تنضم الفريقهم بتفرح وبتوافق وبتقول لهم أن هي وجيانج كانوا أصحاب في نفس الجامعة علشان مايفهموش غلط وما شفوش بعض من سنين لكن جيانج بيقول لهم لسه مش دلوقت وبيضحكوا فبتقول لهم شياء وأنه بيحب يهزر وبعدها جيانج بيقول لها أنه رجع علشانها وزعلين علشان قالت أن ما فيش حاجة بينهم بتقولوا أنه هو قال لها الصبح أنه راجع علشان جولة العصف وبيلاقيها تغيرت ما بقتش زي الأول وبيعرف منها أنها بتحب واحد لكن مش متأكدة أنه بيحبها فبيقول لها مين الأعمى ده وانا اضربهولك بيقول لها أنها حلوة وهي بتضحك وبيتمنى يشوفها دايما فرحانة واللي بيكون زعلان بس مش بيبين قوه قاعد يقرأ في كتاب ومستني شياء وترجع وبيسمع مامتها وهي بتقول لسيد لين أنها اشترت خضار طازة علشان تعملوا لي شياء وعلى العشاء وبيسمع صوتها ولما بيروح يشوفها بيلاقي جيانج حاطت إيده على راسها ولما بيطلع وبتسأله رايح فين بيقول لها رايح يتمشى بعد الأكل بتعرفهم على بعض ومش بيوافق يسلم على جيانج لأنه مش بيحب يمسك إيد حد السيد لين بيطلع ينادي لشياو وبيعزم على قوه يدخل يتعشى معاهم وبيتفاجئ وبيفرح أن جيانج واقف معاها وبيدخله مامتها بتقول لقوه يدخل يتعشى معاهم وبيوافق وهو كان قيل لشياو أنه متعشي جيانج قاعد يهزر على الأكل بس قومت دايق وبيفضل بصص لشياو السيد لين بيواصل جيانج على شياو وياخد باله منها مامتها فرحانة أن جيانج كبر وبقى حلو وبتقوله أنها بتتمنى يكون ابنها فبتهزر معاه وبتقوله يكون جزب انتهى شياو بتحاول تسكت مامتها علشان قوه قاعد بابا بيقول لها أن ليها سور كتير مع جيانج وهم صغيرين ولما بيطلب من قوه أنه يفرجوا عليهم بيقوله أنه مشغول جيانج بيروح يجيب لازق لصوابعه علشان متعور وهو بيعزف بيشوف علب الدواء وبيصورها قوه بيبحث عن جيانج وبيلاقي أنه عازف ومشهور وكل البنات بتحبه شياو في قدتها بتفكر إذا كان قوه مهتم بيها ولا مش مهتم قوه رح لصاحبه المطعم وبيعرف من سام أن جيانج هيحضر الافتتاح ومن كلامها بيفتكر لما شياو حكيت له عن طالب في الجامعة هو اللي شجعها ودربها على اللي تشله وبتحاول تحرك مشاعره وأنها متطمنة على صاحبتها مع جيانج جوبي رح يقوله ما يحطش كلام سام في دماغه ويتمسك بشياو لأنه بيحبها بيفضل قوي يلف بالعربية طول الليل وقالآن لشياو تبعد عنه بيبعت لها رسالة الصبح إن حصل عنده مشكلة ولازم تروح له بيقول لها إن في مشكلة في النور وبيتحجج بأي حج علشان تفضل عنده فبيقول لها تمسح الأرض علشان دخلت بالشبشب وبيكون محضر لها هدية لكن بيخرج مش بيلاقيها بيبص من العين وبيلاقي شياو وقفة مع الجيانج وجايب لها ورد وبتقوله إنها كانت عنده قوه فبيقول لها ما تروحش مكان تاني فيه راجل لوحده فبتقوله إنه بيتصرف كأنه أبوه وبيقول لها إنه بيغير عليها جيانج بيتكلم مع مامتها إنه عايز السيد ليني يسافر يتعالج برة أحسن في مركز متخصص للسرطان وبيقول لها إنه هيدور على أحسن دكتور لي قوبي يتضايق لما بيشوف شياو وقفة مع جيانج موصلة لتحت وقفة معاه قوبي يرن على شياو وبيقول لها إن الحالة تطلع وبتشاور لقوه لكن هو بيكون مشغول في التليفون سام بتسأل شياو لو فيه تطور في علاقتها بقوه ولكن هي مش فاهمة حاجة وسام بتقولها تعزم قوه على الافتتاح ولما شياو بتكلمه بيقول لها إنه مشغول ليه مامتها بتشكر جيانج إنه ما خدش وقت ولقى دكتور كويس وباباها بيشكره لكن مش هيقدر ياخد القرار بالسرعة دي شياو بتوصل جيانج لبرة وبتقوله إنها خايفة ولازم تاخد رأي الدكتور قوه لأنه هو المسؤول عن باباها فبيقول لها إنه معاها لو احتاجت أي حاجة تكلمه شياو بتدخل الشقة وبتلاقي السيد لين متعصب عليهم ورفض يسافر فمامتها بتتعصب عليه وبتدخل قودتها تعيط شياو بتحاول تقنعه بالسفر لكن هو شايف إنها تكاليف كبيرة وبيقول لها تروح تطمن على مامتها وتشوفها عايزة تاكل إيه بكرة علشان يشتريه فبتقوله يروح هو يسألها شياو بتدخل تهدي مامتها والسيد لين بيسمع مامتها بتقول لها هو خايف يخسر البيت والفلوس وبتقول لها تروح تحضر له أكل وتدي له الحاف ينم في الصالة علشان مش عايزة تشوفه الليلة جيانج راح المستشفى وعايز سجلات التشخيص بتاعت السيد لين لكن قوه بيرفض يديهاله وبيقوله إنه مش بيدي معلومات تخص مريض غير للمريض وأهله بس وهو مش من أهله فبيقوله جيانج لكن هيحصل قريب قوه بيقوله تعالى لما يحصل جيانج بيقوله هجيلك تاني مع شياو أو مامتها وهتوافق شين متضايقة إنه رفض يدي له التقرير وبتقوله ما يتعملش بمشاعره الصبح السيد لين بيصالح ليه وشياو بتكون مجاهزة لهم فطار وبتمشي بعد ما تطمن عليهم وبتروح تقابل جيانج وعايزها تتكلم معاه على راحتها وما تعملهش كأنه حد غريب وبيقول لها إنه بيحب يشوفها دايما وإنها تغيرت كتير عن الأول وبتشكره لإنه هو اللي شجعها على الموسيقى واتقابلت بسببه في القسم وبتعرفه إن باباها لسه ما خدش قرار يخص الصفر جيانج بيوصلها بعد الدرس وقو بيشوفهم مع بعض وافتكر كلام جيانج إنه هيبقى قاربهم قريب جو بيسأل قو ليه متضايق وبيسأله هو ساب حبيبته فبيقوله يروح يتكلم معاه بدل ما زمنها مقضيها مع جيانج شياو بترن الجرز على قو لكن مش بتلاقيه وبتفضل مستنياء قدام شاقته ولما بترن عليه جو اللي بيكون ماسكي التليفون وبيكنسل عليها وبيبعت لها رسالة إنه مشغول سام بترجع وبتتعصب على جو بتقوله مين هينضف كل ده علشان احتفال بكرة وبيوريها قو البنات حواليه وبتصوره وبتبعتها لشياو شياو بتتعصب لما بتصحى وبتشوف السور وبتروح اللي افتتاح لكن مش بتدي أهمية القو لما بينادلها مش بترد عليه وبيقول لها يتكلم معاه عن السيد لين وإن حالته بتتحسن بعد العملية ومش محتاج يسافر وكده هيضيع وقت لو سافر وبتقوله إنه جيانج قال لها إن الوضع هناك أحسن قو بيقول لها إنه مش عارف حاجة بتقوله إنها بتصق في كلامه ولأنها لما بتسأله في أي وقت بتلاقيه ودايما بيساعدها ودها معلومات كتير وبيتعصب قو بيقول لها تسأله أحسن ما تاخد معلومات من حد مش محترف فبتقوله إنه كان مشغول بالشرب والبنات وبتوريه السور وإنها رنت عليهم بارح وهو قال لها إنه مشغول جو بيدافع عن صاحبه وبيسألها إيه علاقتها بيه فبتقوله إنها مش قربته ومش هتشغله بأمور أهلها وهتاخد باباها علشان يتعالج برا وإن هي رتبت مع جيانج وبيقول لها تعمل اللي هي عايزة جو بيتعصب على سام لأنها بعد تتصور لشياو جو بيتصل بدكتور زميله عايش برا يسأله عن العلاق برا جو بيلاقي سام زعلانة وبيقول لها يسيبه قوي شياو بيحلوا مشاكلهم سوا وبياخدها علشان يحتفله شياو قعد زعلانة وبتفكر في اللي قالته القو قو كتب رسالة لدكتور دو علشان يوصلها لشياو ودو بيقول لها إنه بيجاهز موضوع السفر للخارج وقو مش عايز يتكلم معاها لما شياو بتسأل دو مين اللي قاله يقول كده بتفهم إن قو اللي قايله ودو بيعرف قو إن لين في المستشفى بياخد العلاج قو سمعهم وشياو بتقول لازم يفكروا كويس قبل ما يقرروا يسافروا ومامتها بتقول لها تجاهز ورقها برضو علشان لو سافروا يكون كل حاجة جاهزة شياو بتطلع بره القوضة لما بتسمع إن قو بره وبتعزم عليه بتفحها لكن مش بيرضى ياخدها شين بتقول لقو إنها تقنع لين إنهم ما يسافروش لكن هو بيقول لها ما تضغطش عليهم أما شياو بتروح تطمن على لين وبتاخد شياو بره وبتسألها ليه مش واسقة في الدكاترة واسقة في ناس تانية مش محترفة قو بيدخل القوضة وبيلاقي لين بيجيب اللي في بطنه لما بيطلع ينام بتقعد شياو تعايد جنبه بعدين قو بيدخل القوضة عند لين وبيلاقي شياو نايمة على الأرض وبيلاقيها سخنة بنشوف لين نايمة هي وباباها في المستشفى وبيسحى باباها وبيسأل لين عن مامتها وبتطلع لين بره القوضة علشان تتصل بمامتها وبيكون الدكتور جو ماسك دوا في إيده ووقف بره غرفة لين نرجع لين اللي بترن على مامتها وبترد لي وبتقول لها سبيني أنام شوية وتصلي في وقت تاني جو بيكلم لين وبيقول لها صح يا لي دلوقتي وهي بتقوله انها رايحة البيت تطمن على مامتها وبتسيبه وبتمشي لين بتاخد تاكسي وبتروح على بيتها وجو بياخد تاكسي ويروح وراها جو بيشوف لين كانت لسه بترن الجرس على لي وبيقول لها انت شكلك تعبان ولو مامتك شافتك هتقلق عليكي وبياخدها ويمشي وبيقول لها سبيها نايمة شوية بيروح لين وجو البيت عند جو وبتسألوا لين على مامتها ليه هي نايمة قوي كده ومش قادرة تصحى وبيقول لها انها عندها برد واخدت جرع الدوة زيادة عشان كده هي نومها تقيل وقال لها ما تقلقيش هتبقى كويسة بس لين كانت عايزة تمشي لكن جو قال لها ان هي كمان عندها برد ولازم تاخد دوة وتستريح جو بيقول لين انت عندك برد ومستوى السكر نازل عشان هبطانة ليه ما طلبتيش المساعدة من شاو وانتي بتحبيه وهيبقى واحد من عيلتكم قالت له هو هيساعدني على طول انا وعيلتي وان هي مش بتحب شاو وبتحب واحد تاني جو بيدي دوة لين وبتنام شوية وبيروح هو يعمل لها اكل جو عمل اكل لين وبيروح يصحيها ويأكلها ولين بتاكل معلقتين وبعدين بتقوله ان الاكل طعمه مش حلو وانها عايزة تنام بتفوق لين وبتلاقي نفسها مسكة ايد جو وبتقوله لين بتشوف نفسها في المراية وبتصرخ لان وشها احمر وبتهرش في جسمها بتجري لين على السرير وبتخبي وشها بالمخدة علشان جو ما يشوفهاش جو بيجري وبيروح عند لين علشان يتطمن عليها وبيشيل المخدة من على وش لين وبتقوله انها مش عايزة يشوفها كده وبيقول لها انه عايز يتطمن عليها وبيقول لها انت عندك حساسية من الفول السوداني اللي كنت عامله وبيقول لها معلش وانه ما يعرفش انها عندها حساسية منه وكمان قال لها انها دايما جميلة وقال لها تنام شوية وبعدين بينزل جو علشان يجيب دوة للحساسية من السيقدالية وشوية فيتامينات للين بيرجع جو البيت ومعاه الدوة وبيديه للين من ورا الباب علشان ما تتكسفش من شكلها لان وشها احمر ومليان حبوب من الحساسية لين اخدت الدوة وبتسأله هو شايفها ازاي قال لها عنيدة وشارسة بس كمان قال لها انها لطيفة وقوية ومتفألة وانها عندها شجاعة بيحسدها عليها جو بيقول لين انه هيدخل القوضة عندها علشان يطمن عليها ويشوف الحساسية راحت ولا لا بيدخل جو القوضة وبيلاقي لين نايمة وبيغطيها وبيطفي النور ويخرج جو بيفتح اللاب وبيعمل تقرير عن حالة ابو لين تاني يوم بيروح جو المستشفى ولين بتسحط لقي جو سايب ورقة وبيقول لها تاكل وتاخد الدوة وانه سايب تقرير عن الكنسر وانواعه عن حالة باباها وانه شايف انه يسافر يكمل علاجه في الخارج وعايزها تفكر في الموضوع لين بتروح المستشفى عند لي وباباها واحدة اكل معاها خلينا في المهم لين بتقول لهم انها عايزة تتكلم معاهم عن حالة باباها وان الدكتور جو بيقول انه يسافر يتعالج في الصين افضل بيسأل جو ممرضة اسمها شياوي عن عيلة لين قالت له اه موجودين في قضتهم وانهم كانوا بيتكلموا عن علاج ابو لين في الصين لي بتقول لبنتها انها موافقة ان جوزها يسافر يكمل علاج في الصين هيبقى احسن وبنشوف جو بيشاور للين من بره القوضة وبيقول لها انهم اخذوا القرار الصح بنشوف عيلة لين وهما مستنيين تليفون من الدكتور جو ويقول لهم ان التقرير بتاع باباها جاهز بنشوف لي قلقانا ان جو اتأخر في الرد عليهم وجوزها بيقول لها تهدى كده في نفس الوقت بيرن جو عليهم ولي بتدي تليفون لبنتها ترد عشان هي قلقانا ومش هتعرف تتكلم لين بترد على جو وبتسأله عمل تقرير باباها وبيقول لها ايوة وبيقول لها ان العلاج في الصين هيبقى افضل ما كانوا متوقعين وانه هيجيب نتيجة مع حالة باباها بيفرحوا هما التلاتة ان ده امل ليهم ان ابو لين يخف من الكنسر لي بتقول انهم لازم يحتفلوا وانها هتنزل هي ولين السوق بتشكر لين جو اللي لسه معاها على الخط وبتقوله انهم متحمسين جو بيقول لين انه عايز يقولها حاجة كمان وانه ما كانش لطيف معاها قبل كده عشان ضغط الشغل ولانه كان فاكر انها بتحب شاو لين بترد عليه وبتقوله اصدق ايه بس بيدخل دكتورة عند جو وبيطلب منه يراجع التقرير وطبعا جو قفل مع لين وما ردش على سؤالها وقال لها انه هيكلمها تاني ليه كانت بتأكل جزه وفرحانين وبعدين بيلقوا لين سرحانة ليه بتسأل بنتها وبتقولها الدكتور جو قال حاجة عن حالة باباكي قالت لها لا ده كان بيقول مصطلحات صعبة هسأله عليها اما شوفه ولين سرحانة علشان جو بدأ يبقى لطيف معاها عكس ما كان قبل كده لين بتحكي لصحبتها سان سان عن الكلام اللي جو قاله في التليفون وانه بقى لطيف معاها لين بتقول لسان سان انها عايزة جيب هدية لجو تشكره انه ساعد باباها وعلاجه وبتفكر لما كانت جايبة شامب وفيتامينات لجو وطردها ومقابلش هديتها بس دلوقتي الوضع مختلف وانه بدأ يبقى كويس معاها سان سان بتقولها تعزف له على الاتشيلو وهو هيعترف بحبه لين بتقولها هي مش عايزة يعترف بحبه وانها هتجيب هدية تشكره انه عالج باباها بتروح لين على بيتها وبتاخد الاتشيلو وترجع على المستشفى وتقول لجو انها عايزة تعزف له بيطلع جو ولين على سطح المستشفى وبتعزف لين على الاتشيلو بعد ما خلصت لين جو بيسقف وبيقولها رائع بس مش ده الرد اللي لين كانت مستنياه وكانت عايزة جو يعترف بحبه زي ما سان سان قالت لها وبتقول لجو انها بتشكره انه ساعد باباها ويعلاجه وبتمشي وتسيبه بس بتكون زعلانة بينزل جو وراها وبيعرض عليها يوصلها والدنيا بتمطر وهما ماشيين بيجري لين وجو تحت المطر وبيكونوا مبسوطين وبيوصلوا للمترو لين بتشكر جو انه وصلها وبتسأله هو ليه بيوصلها وانه اكيد مش بيوصل قريب المرضى بتوعه بس جو مردش وقال لها ان المترو عمل دوشة جو بيشتري بيبسي وبيديه للين وهي بتاخده وبتركب المترو بتوصل لين للبيت ومعاها البيبسي اللي جو كان جايبه لين اما جو رجع المستشفى بعد ما وصل لين وصاحبه بيقوله ان في ندوة بكرة في كلية الطب تاني يوم الدكاترة بيروحوا كلية الطب علشان يحضروا الندوة اصحاب جو بيقولوا لجو ان في عشا بس هو بيقولهم ان عنده معيد ومش هيقدر يتعشى معاهم وبعدين البروفيسير ليو بيتكلم مع جو وهم ماشيين الدكتورة قاو بتشوف لين واقفة قدام كليتهم وبتقول لها واقفة هنا ليه انت مش بتعزفي ولين قالت لها ان الدكتور جو عزمها على العشا وهي مستنيا اصحاب جو بيقولوا لين تتعشى معاهم النهاردة وان هيبقى موجود خبراء شطرين قوي وهيفدوها في حالة باباها قالت لهم هسأل جو بعدين بيوصل جو واصحابه بيقولولو ان لين هتتعشى معاهم بعد ما خلصت الندوة بيقعد الدكترة علشان يتعشوا لين وجو قاعدين على كرسيين جنب بعض في العشا بس ليو بينادي على جو يقعد على الكرسي جنبه وبيعتذر جو للين وبيقولها انه هيتكلم معاها اما يخلص جو بيجي له تليفون وبيقوم يرد على التليفون بتاعه الدكتور يان بيعرف ليو على لين وبيقوله ان الدكتور جو عالج باباها اللي مصاب بالكنسر ليو بيشكر في جو وبيقول انه متحمس وشاطر ولين بتشكر يان وجو انهم بيساعدوا باباها وبيعالجوه وبيتكلم الدكترة ان قاعد وجوه مناسبين لبعض وانهم هيتجاوزوا ليو بيقولهم ان اما جو يرجع هيكلموا في الموضوع ده علشان يتجاوز بقى طبعا لين بتتدايق بس بتقول لقاو انها بتتمنى لها تكون مبسوطة هي وجوه وبتمشي بيرجع جوه وبيسأل اصحابه على لين وبيقولوله انها مشيت بيعترف جوه لاصحابه ان لين مش بنت المريض بتاعه لا هي حبيبته وبيمشي ويسيبهم وبتتدايق قاو بعد ما جوه اعترف انه بيحب لين بيوصل جوه عند لين اللي بتكون زعلانة وبتقوله انه بيدحك عليها وان اصحابه بيقولوا ان هو وقاوها يتجاوزوا وانهم مناسبين لبعض بيقرب جوه من لين وبيقول لها تسمع دقات قلبه وانها ازيد من الطبيعي مع انه مش مريض قلب وقال لها ان ده بسببك بعدين لين بتقوله انها مش فاهمة وجوه بيديها غواشة وبيقول لها ان دي هدية جده لجدته وان جده قاله يديها لحبيبته لين بتقول جوه دي رمز الحب قال لها ايوة وقال لها انه معجب بيها وبيحبها جوه بيقول لين وانتي قالت له انا بحبك انا كمان جوه بيقرب منها وبيقول لها انها جميلة على طول وبيكون الاتنين فرحانين قوي بيرجعوا للبيت ولين بتبقى مبسوطة قوي وبتتنطط على السرير من الفرحة ان جوه اخيرا اعترف لها بحبه وبتطلع البيبسي اللي جوه كان جايبه وهو في المترو بتلاقي جوه كاتب لها بحبك على ازازة البيبسي وشربتها كلها وكتبت وانا بحبك انا كمان صورت لين ازازة البيبسي وبعدتها لجوه على موبايله وجوه بيشوفها وبيفرح جوه بيشوف قوه هي زعلانة وبتعيط وبتقوله ليه اخترت لين وانا لأ جوه بيقول لها انها جميلة وبيقول لها ما تقرنش نفسها بحد قوه بتقوله انت كنت بتعملني بشكل مختلف قال لها ايوة علشان اهلي شايفين انهم مناسبين لبعض بس هو مش شايف كده وقال لها تعتبره كصديق وبتمشي وتسيبه وبتكون زعلانة قوي قوه بتتصل على كريس وبتقوله انها في اجازة وانها فاضية قابله لين بتحلم بجوه انه كان بيقرب منها وبيعترفوا البعض بحبهم وبعدين بتصحى لين على صوت المنابه وبتلاقي رسالة من جوه وبيقول لها تشاور له من البلكونة وبيصبح عليها وبيسألها حلمتي بايه قالت له نسيت بيروح جوه المستشفى ولين بتخرج مع اصحابها تروح المكتبة لين مسكل موبايل وسرحانة وبتبعت رسائل لحد واصحابها بيسألوها في ايه شكلك بتحبي سانسان وجين اصحاب لين بيسألوا لين بتحبي مين قالت لهم الدكتور جو جارنا جو بيبعت رسالة للين وبيقول لها ايه رأيك نروح سينما بالليل ولين وفقت طبعا الدكتور بيقول لجوه ان في حالة طوارق محتاجة عملية مستعجلة وجوه بيروح على طول علشان يعمل العملية لين بتروح السينما وبتدور على جوه مش بتلاقيه وبتبعت له رسائل مش بيرد بعد ثلاث ساعات بيوصل جوه عند لين وبيقول لها آسف وبيقول لها حاجة ستي تذاكر قالت له ده اخر فيلم وانه خلص وانها هتمشي عشان الوقت تأخر وبيقرب منها وبيقول لها آسف بيركب لين وجوه العربية علشان يرجعوا البيت تاني يوم بتخرج لين مع اصحابها وبيسألوها عملتي امبارح قالت لهم ما شفناش الفيلم لان جوه كان عنده عملية مستعجلة بس سألت لهم انهم هيخرجوا في اخر الاسبوع وبتسألهم لين تروح فين اصحابها قالولها على شوية اماكن بس لين مش عارفاها اصحابها بيقولولها انهم عايزين يخرجوا معاها ويقولولها رأيهم في جوه ولين بتقولهم هسأل جوه مش هكرر من نفسي سانسان اخدت التليفون من جوه اخو جوه اللي كان معاهم وبترنى على جوه بتقوله ان اصحاب لين عايزين يخرجوا معاهم في اخر الاسبوع وبنشوف سانسان بتقول لجوه انها عايزة تفتح محل وتعمل دعاية على المواقع علشان تزود ارباحهم وبتقول لجوه ان ارباح الكافي الشهر ده كويسة وبنروح لين اللي بتسحى من نومها نشيطة وفرحانة وبتلبس اجمل حاجة عندها وبتتشيك لانها خارجة مع جوه واصحابها جوه واصحاب لين مستنينها قدام البيت بتخرج لين من بيتها والكل بيعجب بيها لما بيشوفوها لبسة كعبة ومتشيكة وجوه بيقول لها انها مميزة النهاردة بيروحوا كلهم علشان يتفسحوا وجوه بياخدهم على مدينة قديمة بس فيها مناظر حلوة علشان يختصور مع بعض لين مش عارفة تمشي بالكعبة خالص ورجلها بتتلوي كل شوية بيشتري جوه للين جزمة ارضي وبيديها لين تلبسها بدل الكعب اللي لبساه لكن لين ما لبستهاش وقالت له ان الكعب مش مضايقها بنشوف جوه مع لين وسنسان مع جوه وجين مع شوه كل واحد فيهم بيتصور مع حبيبته وكانوا عايزين ينشروا الصور وسألوا جوه وقال لهم انه بينشر حاجات الشغل بس وبعد كده بيقعدوا علشان يتغدوا وبيطلبوا نودلز ومكارونا وجوه بيقول لين ما تطلبش طبق الاحبة لانه غالي ومش هيكفيهم هما الاتنين وتطلب طبقين مكارونا عادية بس لين بتقوله هنأكل من طبق واحد ولما يخلص نأكل التاني ووافق جوه ولسه بيأكلوا بيقول لين غماضي عينك وبيقول لها في حاجة فوق عينك وبيشدها هي كانت مركبة رموش لين اتحرجت قوي وبتروح الحمام علشان تزبط وشها بعد ما خلصوا أكل بيتمشوا سواب كل اتنين بيحبوا بعض مع بعض وبيبقوا فرحانين ومبسوطين لين وجوه بيقعدوا بيتكلموا شوية وجو بيقول لها ما تلبسش كعب تاني علشان بيوجع الرجل وما تلبسش هدوم مكشوفة علشان ما تاخدش برد بترد لين عليه وبتقوله انها فكرت ان الحاجات دي هتعجبه وقال لها انها جميلة وان هي عنده أهم من أي حاجة وبيقول لها يمكن ما يكونش رومانسي لكن هي أهم حاجة عنده وأهم من اللبس اللي لابساها وبيقول لها يلا عشان نمشي لين بتقوله انه ممكن ما يكونش رومانسي لكن بيقول كلام حلو وبتقوله إنها عايزة تشوف الألعاب النارية بالليل بيوافق جوه بيقعد وقت أكتر وبيلبسها جزم أرضي اللي اشتريها اللين بدل الكعب اللي لبساه بعدين بيلقوا الألعاب النارية بدأت وبتقول جوه يتمنى حاجة وبيقرب منها بيخلص اليوم وبيرجعوا لبيتهم فرحانين ومبسوطين شاو بينظم حفلة لعصف للتشيلو وبيقول للمدربة إنه عنده شخص بيعتمد عليه في عصف للتشيلو وأكيد قصده على لين شاو بيشوف صورة لين وجوه على موبايله وبيتدايق وبعد كده شاو بيروح للكلية لإنه عايز يعمل بروفا ويتضرب جوه بيوصل لين للكلية علشان تتضرب عشان عندها حفلة ولين بتقول لجوه إنها اشتري تيشيرت عشانه ووريته الصورة لكن بيقول لها إنه مش مناسب لسنه لين بتعرف جوه على شاو صاحبها في الكلية بس بتقول لجوه إنه هو بس اللي في قلبها لإنها حاسة إنه متدايق من شاو جوه بيسلم على لين وبيمشي وبيرجع للمستشفى ولين بتروح تتضرب وتعزف على اللي تشاله مع شاو وبعد مرور وقت جوه بيرجع عند لين في الكلية وبيقول لها إنه ممكن يتعشوا بره وإنه خلص شغل لين وجوه بيروحوا مطعم قريب من كلية لين يتعشوا وشاو راح معاهم جوه بيكون لابس التشيرت اللي لين كانت شارية علشانه وقال لها إنه مش مناسب لسنه وبعدين لين بتقول لشاو إنها جات المطعم ده قبل كده أول ما بدأت تعزف على اللي تشاله وخرجت اتعشت مع صحابها ونسيت إنه عندها حساسية من الفول السوداني وأكلت منه كمية كبيرة ووشها حمر وتنفخ وجسمها بقى مليان حبوب والمدير بتاعها خاف قوي منها وبعدين راحت لين للحمام علشان تصبط الميكب بتاعها جوه بيقول لشاو إنه لين حبيبته وصحبته وشاو بيقوله إنه ما يقدرش نفسه وإن ذكريات لين مع شاو وإن سنهم قريب لبعض لكن الفرق في السن بين جوه ولين أكتر بترجع لين تقعد معاهم وبيجي اتصال لجوه إنه في حالة طوارئ في المستشفى ولازم يرجع تاني وبيمشي جوه ولين بتمشي معاه شاوه عايز يوقع بينهم وبيقول لجوه إن الشغل أهم وإنه يروح المستشفى جوه بيوقف تكسل لين علشان تروح البيت ولين بتبعت رسالة لشاوه بتقوله إن جوه قال لها ترجع البيت نرجع لشاوه اللي قعد لوحده في المطعم ياكل وبيتصل بشياو صاحبه وبيقوله يجيب اللي تشيله علشان عايز يعزف ويخرج اللي جواه ومتدايق من علاقة جوه بلين بنشوف جوه وهو خارج من قطة العمليات وفي ممرضة بتقوله إن المدير عايزه علشان يعمله خطة البكرة تاني يوم لين بتعزف على اللي تشيله وبتتدرب كتير مع شاو جوه بيرن على لين كتير لكن هي مش بترد لإنها ما سمعتش الموبايل من العصف ولين بتفضل تتدرب طول اليوم لحد ما بتتعب هي وشاو لين بتشوف موبايلها وبتلاقي جوه رن عليها 8 مرات وهي ما ردتش بترن لين على جوه بسرعة وبتقوله انت اتصلت كتير ومعلش ما سمعتش الموبايل لإنها كانت بتتدرب وبيقول لها جوه نتعش بكرة مع بعض وبتوافق لين مامة جوه بترن عليه وبتقوله إن بنت صاحبتها تعبانة وعايزة يكشف عليها نروح لجوه اللي بيفكر في كلام لين وإن شاو صديق الطفولة وكمان بيفتكر لما شاو قاله إنه مش هيقدر ينفسه وإن الذكريات لين معاه فبيرن على لين علشان يتطمن عليها بس بيلاقي تليفونها مقفول بتوصل لين البيت عند جوه وبتقوله معلش اتأخرت في التدريب وإن موبايلها فصل ومش عارفة ترن عليه وإنها مش هتتأخر عنده لإن باباها بيقلق عليها شاو بيبعد رسالة لين وبيقول لها إن عايزها تتعاشى معاه هو وأصحابه ولين بترفض وبيعرف جوه إن شاو بيبعد رسائل لين وبيقول لها إنه بيغير عليها من شاو وإنه غيور وبيقول لها تكمل أكلها وتمشي عشان باباها ما يقلقش عليها وبعدين لين بتروح بيتها وتنام وبتسحى لين وتبعت لجوه رسالة تصبح عليه وبتقوله إنها عندها تدريب وبتسأله هيوصلها النهاردة للكلية وبيقول لها إنه عنده معاد ومش هتكون في طريقه بتروح لين تبص من العين السحرية وبتسأل نفسها جو ريح فين وهيقابل مين؟ لين بتروح كليتها تتضرب على التشيلو مع شاو وشاو بيقول لين أنت مزاجك مش كويس النهاردة أنت متخنقة مع جوه؟ قالت له لأ شاو بيسأل لين وبيقول لها أنت حبتيني قبل كده قالت له أيوة وانا في المدرسة وقال لها وانا لسه بحبك بس بتقوله إن ده كان ماضي وإنها قابلت جوه وحبته وبيسألها شاو إن مفيش فرصة تانية إنها ترجع تحبه ولين بتقوله إنها بتحبه لكن زي أخوها الكبير لكن مشاعر الحب كانت مع جوه بس وبتقوله أسفى شاو نروح لجوه اللي بيقابل البنت اللي مامته قالت له إنها عندها التهاب في المعدة وعايزة يعلاجها بس شكلها عروصة البنت بتعرف جوه بنفسها وإنها اسمها لو وبتشتغل في شركة ومعها ماستر إدارة أعمال سانسان بتشوف جوه قاعد مع لو في الكافي عندها وبتتصل بلين علشان تقول لها لين بتقول لشاو إنها هتمشي وبتروح عند سانسان وبتشوف جوه فعلا قاعد مع بنت سانسان بتقولها إرمي برا ولين بتقولها لأ خلينا نشوف إلي بيحصل لو بتسأل جوه بتقوله إنت عندك صديقة وبيقولها أيوة وبتقوله دكتورة زيك قال لها لأ وقال لها إنه هيعرفها عليها نروح لليين اللي متضايقة وبتقول لسانسان بيشربوا قهوة مع بعض وبيتحكوا مع بعض جوه كان مع سانسان ولين وبيقول لليين وطي صوتك علشان تسمعي بيقوله إيه وبتقوله هو أخوك عنده مشكلة في العلاقات لين بتتكلم بصوت عالي وبتقول إن أي اتنين بيحبوا بعض لازم يبقوا صدقين أصدها على جو وبتمشي لو بتسأل جو بتقوله دي صاحبتك قال لها أيوة وبيمشي ويسيب له جو بيطلع وراء لين علشان ما تزعلش ويقول لها إنه لو مريضة وكان بيعالجها بيقرب جو من لين وبيصالحها وبياكلوا أيس كريم مع بعض جو بيقول لين إنها نوارت حياته ومستقبله وإنه عايز يطلع من الماضي ويعيش المستقبل معاها جو بيتعشى مع مامته وبابا وبيقولهم إنه عايز يحكي عن صاحبته ومامته بتقوله اسمها لين بس مامته وبابا بيقوله لجو إن لين لسه صغيرة وإزاي هتتجوز وتخلف جو بيقولهم يدهم فرصة ويوافقه ويبركوا على صدقته بلين جو بيقول لبابا إنه لو شاف لين هيحبها وبعد كده لين بتروح كليتها وبتتضرب على اللي تشله وشاو بيبعد للين رسالة وبيقول لها إنه مشغول في العرض وبعدين لين بتروح تتغدى مع سنسان وبيتكلمه سوا بتروح لين المستشفى لجو وكانت واخدة معاها أكل من المطعم لجو جو بيسألها وبيقول لها أنت عملت الأكل بنفسك قالت له إنها لسه مخلصة كلية وما كانش عندها وقت والأكل جايبة من المطعم بتتصل وي بجو وبتقوله إن المديرة عايزك في قط العمليات لإن في حالة طوارئ بيعتذر جو لين وماكملش أكله ورح قضة العمليات لين بتقول في نفسها إن جو مشغول لدرجة إنه ماكملش غدا لين رح تكمل تدريبة على اللي تشله وبتتصل بجو وبتسأله إنت خلصت شغل قال لها أيوة بتعمل لين مفاجأة لجو وبتستناه في البيت وبتقوله إنها تسليه شوية علشان ما يبقاش حسس بالملل لوحده بنشوف لين عند جو بتقوله إنها جايبة حاجة معاه وبتقوله فكر هي إيه لين بتكون جايبة كاميرا فورية وبتقول لجو إن أي اتنين بيحبوا بعض بيتصوروا بيها وبيحتفظوا بالصور بتاعتهم وبيتبهوا بيها وبعدين بيتصور جو مع لين وبتطلع الصورة على طول جو أخد للين صورة من غير ما تاخد بالها وقالت له مش هتبقى حلوة قال لها إنت دايما جميلة لين بتقول لجو استخدمت الكاميرا الفورية قبل كده قال لها لأ لين أخدت لجو صورة من غير ما ياخد باله هو كمان وبيتصوروا صور كتير مع بعض وعايزين يعملوا ألبوم لين كانت هتمشي علشان جو عنده شغل بدري بس بتقول جو شكلك جعان لو جعان ممكن اطبخ لك وناكل مع بعض قال لها ممكن ناكل لحم بقري جو بيجيب ألبوم عيلته علشان لين تشوفه وبتقوله إنها عيلة جميلة جو عمل أكل وشربة وأكل هو ولين وبعد كده لين بتروح وبتكون مبسوطة وطيرة من الفرحة تاني يوم بيروح جو المستشفى ونائب المدير جاو بيقوله إنهم بعتوا الملف بتاعه للوافق وإنهم فخورين بيه لين قاعدة معيين صاحبتها وبتقولها إنها بعتت رسالة لجو ولسه مردش وبتقولها هو كل الدكاترة بيبقوا مشغولين كده بنشوف يين وهي بتعزم جين على فيلم لكن هو بيقولها إنه مشغول لين ويين رايحين يتعشوا ويين بتشوف جين قاعد مع أصحابه وبتزعل قوي وبتقوله أنت كده مش فاضي جين بيقول ليين إنه بيبقى عايز وقته ومساحة خاصة بيه ويين بتطلب منه إنهم ينفصلوا وبتمشي وهي زعلانة وبتعيق جو بيخرج مع لين وبتحكيله على اللي حصل معين وجين وإنهم هينفصلوا وبتسأل جو هم ليه هينفصلوا وبيقول لها جو إنهم ممكن ما يكونش في حب بينهم أو ممكن يكون جين تعبان فعلا وعايز شوية حرية ومساحة لنفسه ويعمل الحاجات اللي بيحبها كمان بيقول لها أكيد في حاجة غلط في علاقتهم لين بتقول لجو شكلك تعبان قوي عشان ما نمتش كويس مبارح جو قال لها إنه كويس وإنه هيرجع المستشفى سانسان بتتصل بلين وبتحكيلها لين على اللي حصل معين بعدها سانسان بتروح عند لين وين البيت وبيكلموا يين وبيقولوا لها ما تزعلش من اللي حصل مع جين وسانسان بتقول لها نامي وبكرة هاخدك على مكان يخرجك من الزعل اللي انت فيه تاني يوم لين بتعزف على لتشله وبيجيلها رسالة من جو وبيقول لها تعمليلي أكل إيه النهاردة لين بتقولوا إنها مش هتطبخ وإنه ياكل في مطعم الممرضة بتدخل وبتقول لجو إن فيه مريض سأل عليه وبيروح جو علشان يشوفه بنشوف جين وهو متعصب ومتدايق وصاحبه بيقوله رين عليين أو بعت لها رسالة قاله إنه هو كمان زعلان ليه هو ليتصل الأول بيخرج لين ويين وسانسان علشان يغيروا جو وبيتمشوا وبيسهروا في ديسكو يين متدايقة بتقول إن جين بقاله يومين ما تصلش بيها ولا بعت رسالة حتى وإنه شكله كان عايز ينفصل من زمان وإنه مش بيحبها ولا مهتم بيها سانسان بتاخد موبايل يين وترن على جين وتشتمه ولين أخدت الموبايل وبتزعق له وتقوله هي عملت لك إيه ويين كمان قالت له إنها مبسوطة من غيره نروح لجو اللي بيكلم لين فون وسامع حواليها دوشة وبيسألها أنت فين وسانسان بتقفل الخط في وشه لأنها بتحسابه جين لأنهم كانوا سكرانين ومش مركزين جو بيرن على جو وبيسأله على الأماكن اللي سانسان بتروحها وبعدين جو بيينزل يدور على لين وأخيرا وصل لمكانها وبيشدها علشان تمشي معاه لكن هي بتقوله سبني جو بيرن على سانسان لكن مش بترد علشان بترقص هي ويين وسايبها الموبايل على الترابيزة ومش سمعاه جو وليين مشي وجو بيقولها ماينفعش تروح الأماكن دي تاني وبتقوله إحنا لو متجاوزين حتى ماينفعش تمنعني من مكان وإن المفروض يبقى لها حرية شخصية وجو بيقولها إنه مش قصده بس هو بيخاف عليها وبعد كده يين بتقول لسانسان إنها حصة بتحصن كبير وأخدوا تاكسي وروحوا على البيت جو كان مستني سانسان قدام البيت وقال لها إنه بيحبها وبيقول لها أنت كمان أكيد بتحبيني جو بيبعت رسالة لين بيقول لها نتعشى مع بعض ونروح سينما بس هي مش بترد عليه فجو بيتصل على جو علشان يسأل سانسان على لين وليه مش بترد عليه وبتقوله أكيد أنت زعلتها فبيقول لها جو إنه عايز يعمل مفاجأة لين وبعد كده سانسان بتتصل بلين وتقول لها خلصتي تدريب وبتقول لها أيوة وبتقول لها إنها حجزة قوتيل وإنهم هيروحوا يقضوا وقت جميل هناك لين بتقول لها هتروح البيت لما حاجتها وتروح معاهم لين واقفة مستنية سانسان وبتشوف جو اللي بيقول لها إنه عمل لها مفاجأة وهو اللي هيروح معاها يتفسحها ومش أصحابها بيركب جو ولين العربية ولين عملة تفكر وتتخيل إيه المفاجأة اللي جو محضرها جو بيكون جاي بأكل معاه وبيدي اللين وبتاكل لين لين بتسأل جو بتقوله إحنا رايحين فين وبيقول لها ما تقلقش وإنه هيفسحها ويوريها أماكن جميلة بيوصل لين وجو على القوتيل والريسبشن بيقول لهم إن باقي قوضة واحدة كبيرة وبيفكروا وبعدين جو بيقول لها نحط فيها حاجتنا وبعدين بقى ناخد قوضة تانية بيروح جين وجو القوضة وجو بيقول لين لسه فيه وقت لو عايزة تخرج تتمشى لين بتقوله إنها عايزة تتمشى على جسر الحب وإنها قارت في كتاب إن الزجين لو تمشوا عليه بيكونوا مع بعض للأبد جو ولين بيخرجوا ويتمشوا على جسر الحب وبيقول لين إن الحاجة بتتحقق لما نؤمن بيها كمان بيقول لها إنه متمسك بيها وهيفضل معاها طول العمر وبيقول لها أنت خايفة قالت له لأ أنا مش بخاف وأنا معاك بيوصلوا لآخر الجسر وبيتمنوا يكونوا مع بعض دايما لآخر العمر وجو بيقرب من لين وبيكونوا مبسوطين بيرجعوا لقودة وجو بيقول لين إنه هياخد قودة تانية لكن لين بتقوله مفيش داعي وإنه هيدفع فلوس ديادة وخلاص بعد كده بيلاقوا الدنيا بتمطر ولين بتقوله إن لسه الساعة سبعة وبتسأله هيعملوا إيه بيقول لها جو إنه جاي بكتب معاه وطلع كتب بتاعته عن الجراحة وبيقول لها تقراها وقالت له إنها صعب عليها قال لها خلاص يبقى نشوف فيلم قالت له بس مش بحب أفلام الرعب جو بينزل الريسبشن وبيطلب منهم قودة كمان علشان لين تكون على راحتها وما تبقاش محروجة منه سانسان بتتصل بلين علشان تطمن عليها وتشوفها بتعمل إيه ولين قالت لها إن جو أخد قودة تانية سانسان بتقول لين في التليفون تروح لجو وتقوله إنها خايفة من الضلمة والرعد وتقوله ما يسيبهاش لوحدها جو بيروح يطمن على لين لأن الجو صعب والدنيا بتمطر وفي رعد في نفس الوقت لين بتروح لجو علشان تقوله إنها خايفة وتقوله ما يسيبهاش لوحدها وبيتقابلوا في الريسبشن تحت وبيروحوا لقودة هما الاتنين وبيولعوا شمع وبيفضلوا يتكلموا ويحكوا طول الليل وبعدين جو بيقول لين تنام علشان هيتسلقوا الجبل بكرة تاني يوم جو بيصحي لين وبيقول لها يلا عايزين نتفرج على الشروق مع بعض بتسحى لين وبتتسلق هي وجو الجبل وبيشوفوا الشروق وبتكون الدنيا برد وجو بيلبس لين الجاكت بتاعه جو بيحكي لين عن حياته وإنه كان عنده دموح وإنه كان عايز يبقى دكتور لين بتقوله إنه حقق حلمه وبقى دكتور وجو بيقول لها إنه لسه الطريق طويل قدامه وبيقول لها إنه بعد ما كان بيخلص شغل كان بيروح المكان ده وكان بيحس إنه باله رايق وصافي وكان بيفكر وقتها إنه لو حب أكيد هياخد البنت اللي بيحبها على المكان ده بنشوف لين وجو وهم لسه قاعدين على الجبل وبتقوله شبهك بس كانت خين جو بيطلع صورة من على موبايل وبيقول لها ده قالت له أيوة قالت له ده هو أنا قالت له خسيت ده كله إزاي قالها إنه عمل تمارين رياضية وبيأكل أكل صحي جو بيقول لها إن الوزن الزيادة بيأثر على القلب والصحة وبيقول لها المفروض تخص شوية علشان تحفز على صحيتها جو بيقول لها أنا لو كنت لسه تخين كنتها تحبيني قالت له أيوة طبعا أنت شايفني من البنات اللي بتهتم بالشكل بس بيقول لها طب لو رجعت تخينت تاني هتكرهيني بتقوله طبعا لا جو بيقول لين إنه هيحبها على طول حتى لو شكلها تغير وبيقربوا من بعض وبيكونوا مبسوطين لين بتقول لجو إنها أول مرة جات في المكان ده كرهته وبتقوله لكن دلوقتي المكان أكتر مكان رومانسي في العالم لين بتقوله لأنهم تقابلوا أول مرة فيه وبتقوله كل سنة تاخدني على المكان ده وبيتمنوا إنهم يكملوا بقية حياتهم مع بعض خلاص الفصحة خلصت ولين وجو بيركبوا العربية علشان يرجعوا البيت جو بيسأل لين وبيقولها بتفكري في إيه قالت له إن انت بتحبني كتير قوي وبتقوله أنت وقعت في حبي من أول نظرة جو بيهذر وبينكر إنه حبها من أول مرة وبيقول لها لا وبتقوله إنه كان بيعمل معها حاجات مختلفة مش بيتعامل معها إنها أهل المريض بتاعه وجو بيرد لها السؤال وبيقول لها أنت وقعت في حب من النظرة الأولى وبيقول لها ساعة ما ساعدتيني فتزين وترتيب بيتي وأخدت شقة جنبك علشاني بتقوله إن ليما متها هي اللي قلت لها تنزل معاه السوق علشان هو جرهم وبتنكر زي ما هو عمل بعدين جو بيقول لين إنه وقع في حبها الأول وبتقوله أخيرا اعترفت بتعدي الفصحة الحلوة دي بسرعة وبيوصلوا على البيت وجو بيقول لها إنه مش هيدخل البيت وعنده شغل في المستشفى وبيقرب منها وبيسلم عليها لسه هيمشي ليه وأبو لين كانوا راجعين من السوق وشفوهم لين بتقول لباباها إنها لبسة جزمة كعب وكانت هتقع وجو لحقها باباها بيقول لها رجلك كويسة قالت له بتوجعني شوية ليه بتسأل لين وبتقول لها تاكلي إيه قالت لها لحمة خنزير وجو بيقول لهم إنه هيروح المستشفى وبيمشي ويسيبهم بيرجع جو المستشفى وجو بيقوله إن الوافد الألماني عجب شغلك وعايزينه يروح ألمانيا سنة جو بيقوله إنه لو وافق هيعمل اتصالات مع الوافد الألماني وبيقوله كمان إنه صعب يلاقي فرصة زي دي وهو في سن صغير كده جو بيسأل جو وبيقوله أنت مش موافق ولا إيه لكن جو بيقوله لأ بس هو الخبر مفاجئ وإنه عايز يفكر فيه مع أهله جو وافق يديه وقت يفكر وجو بيشكره ويمشي نروح للين اللي بتتغدى مع أهلها وبيسألوها عن الرحلة وبيقوله لها إن سنسن بتتصور كتير وبيسألوها على صور الرحلة لين بتقولهم إنهم كانوا مبسوطين وإنهم نسوا يتصوروا ليه بتشوف أسويرة في إيد بنتها عاملة زي السبحة اللي جو ادها لها وبتقولها دي شكلها قديمة قوي قالت لها إنها اشترتها علشان الصلاة والبركة لين بتقوم على الحمام وقابو لين بيقول لمراته إن لين في حاجة غريبة بينها وبين جو وإن شكلهم بيحبوا بعض ليه بتقوله ولو فيه مفيش مشكلة وإن الدكتور جو شاب كويس بس ليه بتقوله إنها ما تفتكرش إن جو يحب لين وجوزها بيقول لها إن لين لسه صغيرة جو بيتصل بلين ولين بتقوله خلصت شغل قال لها أيوة وإنه عايزها تروح له لبيت النهاردة أبو لين بيدخل عندها القوضة وكانت بتكلم جو ولين خافت أول ما بابها دخل وبيقول لها أنت بتعملي حاجة غلط قالت له لأ أنت دخلت من غير ما خد بالي بس وبيقول لها إنه عايزها تشتغل وإنها لو اشتغلت تعبها في التدريب مش هيروح وهو هيكون مرتاح لين بتخرج من البيت بالراحة لإنها عايزة تروح عند جو البيت علشان محدش يشوفها بس بابها بيشوفها وهي خارجة بيروح بابها يبص من العدسة بتاعة الباب علشان يشوف لين وجو بيعملوا إيه وبيتكلموا في إيه جو بيقول لين ما تعزفش على اللي تشله بالليل وبالنهار لإنها قلقته وهو نايم وقال لها إن عصفها مش حلو لين بتزعل من جو بتقوله إنه بيحبها ليه بيقول لها كده وبعدين بيخرج أبو لين اللي كان مرائبهم من البيت وبيقول لجو ما يتعبش نفسه في النقاش مع لين وإنها لسه صغيرة وبيقول لين تروح على قدتها لين بتتصل بجو بتقوله أسف على اللي قلته وإنها ما كانش قصدها كمان بتقول إن بابها ما خدش باله إن في علاقة بينهم أصلا وإنها مش هتعرف تشوفه النهاردة علشان بابها مش يشك فيها قال لها خلاص أشوفك بكرة على الغدى ولا بعت لها رسالة وبتقوله إنه هيندم وإنها سابته خلاص لين كان معاها نوت ولين بتقول لها لأ بس يين أخدتها وقاريتها لين كانت كاتبة إنها عايزة تتدرب أكتر على اللي تشله وإن الدكتور جو مش فاضي وأغلب الوقت في العمليات وإن فيه وقت بسيط بيقضو مع بعض نروح ليين اللي بتقول لين إن ريحة الحب بتتعبها لإنها بقت لوحدها يين بتقول لين إنها شافت شاو مع بنت وإن شاكلهم بيحبوا بعض ولين بتفرح إن شاو قابل حب حياته بعد كده شاو بيقول لين إنه جهز كل حاجة الحفلة المصرح والأغاني ولين بتطلب منه دعوة للدكتور جو وشاو بيديها وقال لها تتدرب علشان دي البروفة الأخيرة لين بتشكر شاو إنه فهمها ومش زعلان منها بعد ما قالت له إنها بتحب جو وإنهم هيفضلوا أصحاب كويسين وبعدين جو بيروح عند جاو بيدي ورقة السفر لألمانيا وبيقوله لما توافق إملاها بنشوف لين بتروح المستشفى عند جو وبتعزمه على الحفلة وبتديله دعوة وبتلاقي ورقة السفر لألمانيا على مكتبه وبتقوله إنت هتسافر قال لها إنهم هيعينوه في ألمانيا سنة لين بتتدايق وبتمشي وتسيبه بترجع لين البيت وبتاكل مع أهلها اللي بيلحظوا إنها سرحانة ومكلتش أبو لين بيقول لمراته إنه متأكد إن لين بتحب جو قالت له بس مفيش دليل شاو بيبعد دعوة لأهل لين نرجع لجو اللي بيمسك ورقة السفر علشان يملاها وبعدين بيقفل الألم ويسيبها وزعلن إنه هيبعد عن لين بعد كده جو بيقرأ النوت اللي لين كتباه أبو لين بيروح لشاو وبيسأله إنت لو مسؤول وعندك بيت هتعمل إيه قاله هلف العالم وبيقوله إيه خطتك في حياتك قاله مفيش أبو لين قاله إنه المدرس بتاعه ونصحه إنه يكون حد مسؤول ويكون عنده هدف وبتدخل فاو صحبته وشاو بيعرفوا بيها وبيقوله إنها مديرة أعماله وصحبته فبابا لين بيقولها إنه معلمه وبيمشي وبيسيبهم وبنتشوف جين بيروح للين الكلية وبيكون عايز يتكلم معاها ويحلوا المشاكل اللي بينهم ولين بتقوله أخيرا عرفت إنه إنت غلطان وكمان بتقوله إنها مش مسامحة فالجين بيتأسف لها وبيمشي وبيسيبها وبعدين لين بتشوف جو اللي عايز يتكلم معاها ولين بتجري لإن مش عايزة جو يلحقها وبتغبط في ولد وبتقع على الأرض ورجلها بتتعور جدا والجو بيقومها وبياخد لين على المستشفى وعايز ينظف لها الجرح وبيرجع بابا لين البيت وبيسأل مراته على لين فبتقوله إنها لسه ما رجعتش وبيتصل بلين وبيعرف إنها في المستشفى من صوت الممردة وبيطلع يجري هو وليه علشان يروحوا لين وبنشوف لين وجو بيتكلموا وبيقول لها إنه مشغول وإنه مش بيقضي وقت كتير معاها وأكيد هي ألقانة فبتقوله إنها أكيد ألقانة بس ألقانة أكتر إنها مش عارفة جو بيفكر في إيه وإنها خايفة إن يكون جو مش مخلص ليها بس جو بيطمنها وبيقول لها إنه مخلص ليها وبيحبها وجو بيقول للين إنه عاوز يعرف باباها ومامتها بعلاقتهم وإنهم مش هيفضلوا مخبيين وبيوصل بابا لين ومامتها المستشفى وبيدخلوا عند لين وجو اللي كان بينضف لها الجرح ولين بتكون خايفة من باباها وبتقوله إنه بينضف لها الجرح وجو بيقوله إنه بيحبها وصاحبها ومامت لين بتفرح لكن باباها بيتدايق شوية وبيمشوا بيسبوهم ولين بترجع لبيت وبتشوف ومتها وبتقول لها إن رجلها بتوجعها وبتدخل قدتها فلي بتدخل وراها وبتسألها عن علاقتها بتجو ولين بتقول لها إنهم مع بعض من فترة صغيرة وإنهم معملوش أي حاجة غلط ولي بتقول لها بس أنتم مختلفين ولين بترد عليها إنه جو بيحبها فمامتها قالت لها إنها تقنع باباها بعلاقتهم وبتكلم لي جوزها وبتحاول تقنعه وبتقوله إنه جو ولد كويس فبيقول لها إنه ما يعرفش عنه حاجة وإن جو كان بيعالجه بس وبيقول لها إن لين لسه صغيرة وإنه خايف عليها وجو بيبعث رسالة لين يتطمن عليها فبيتقوله إنها كويسة وبعد كده شاو ولين بيتدربه على تشيله قبل الحفلة ولين بتقوله إنها أول مرة تشارك في حفل رسمي وإنها خايفة فشاو بيطمنها وبيجي وقت الحفلة وبيبدأ شاو ولين يعزفه والناس بتنبهر بعزفهم وبعد ما بيخلصوا ليه بتحضن بنتها وبتقول لها إنها فخورة بيها وباباها بيقول لها إن عصفها كان كويس جدا والجو بيكون جاي بوارد اللين وبيدهولها وبيقول لها إن عصفها كان رائع وبتشوف فاو بتعرض على لين تتعاقد مع الشركة بتاعتهم لمدة سنة في ألمانيا ولو تفتكروا نفس العرض اللي جال لجو في المستشفى وكأن القدر مش عايزهم يفترقوا وبتوافق لين طبعاً وما بتكونش قلقانا لإن جو هيسافر معاها وبتخرج لين وتجو بعد الحفلة مع بعض وهم فرحنين إنهم هيسافروا سوى الألمانيا وبيسألها باباها ومامتها قالوا إيه لما عرفوا إنهم بيحبوا بعض فالين بتقولوا إنهم موافقين على علاقتهم والجو بيقول لها إنه عايز يزورهم في البيت ويطمن باباها إنه واخد الموضوع جد ويكلموا في جوازه من لين ولين بتقولوا إنها مش مستعدة للجواز فالجو بيرد عليها وبيقول لها إنه عارف بس هو عايز يطمن باباها لإنهم هيسافروا مع بعض لوحدهم وليه بتكلم جوزها وبتسأله متدايق ليه وبتقولوا بنتك لاقت حبيبها فبيقول لها لإن جو ولين هيسافروا لوحدهم ألمانيا وإنه قلقان على لين وكمان جو أكبر من لين في السن وعنده خبرة وبترجع لين لبيت وبتقول لباباها ومامتها إن جو عايز يتكلم معهم في موضوع جوازهم وباباها بيقول لها اعزمي على عشا في البيت وبيروح جو المستشفى ولين بتبعط لرسالة إن باباها بيعزموا على عشا عندهم في البيت وبنروح لصنصان اللي بترن على لين وبتقول لها إنها عايزة تعمل لها حفلة هي والدكتور جو بالليل وبتوافق لين والجو التمريد بيقوله إن في ولد عمل حدثة وعايز جراحها مستعجلة وبيجهزوا قوضة العمليات والجو بيعمل العملية وبيشيل البنكرياس والطخال عشان ينقذ الولد وبعدين لين والجو بيروحوا على الحفلة عند صنصان وبيكونوا قفلينوا النور وأول ما جو ولين بيدخلوا الكافيه بتفتح صنصان وغن نور فجأة وبيحتفلوا وبيكونوا مبسوطين قوي بس سنسنز علانة إن لين هتسافر وتسيبها ولين بتقول لها إنها سنة واحدة وهتعدي بسرعة وهم الأربع بيقضوا صهرة جميلة مع بعض وبيتعشوا سوا وبترجع لين وجو البيت وبيقول لها إنه عايزها تشوف حاجة وبتدخل معه البيت وبيوريها خريطة وبيحدد مكان ألمانيا ولين بتقوله إنها عايزة تروح أفريكيا والمكسيك وأماكن كتير معاه والجو بيقول لها إنه مشغول ومش بيسافر لإن ما فيش وقت للسفر بس هيسافر معها كل الأماكن اللي هي عايزاها وبيقرب جو من لين فبتقوله إن باباها بيرن عليها وبتمشي وبتسيبه والجو بيعلم على كل الأماكن اللي لين عايزة تروحها علشان يبقوا يروحوها مع بعض وتغ بابا المريض اللي جو عمله جراحة بيسأل جو بيقوله ليش اللي ابنه البن كرياس والطحال فبيقوله إن دي كانت الطريقة الوحيدة علشان يعيش وبيهدت جو لو ابنه حصل له حاجة مش هيسكت وتغ بيصور جو بيسيبه وبيمشي وغو بيقول للجو ما يقلقش وبيرد جو إنه دكتور جراح ودي حاجة صعبة وخطيرة وبنروح للين اللي مستنية جو بيشتروا هدية لإنه رايح البيت عندهم بالليل وبييجي للجو تصال من المستشفى إن المريض 16 عنده مضاعفات وإنه لازم يرجع المستشفى وبيرجع جو المستشفى وغو بيقوله إنه يطلب من يان يتابع المريض فجو بيقول لغاو إنه مفيش غلط في العملية لكن مش عارف سبب المضاعفات وبيطلب جو من غاو تصريح من المستشفى لإنه عايز يعمل تأشيرة صفر بس غاو بيقوله إن الصفر تلغى وإنه لسه صغير وما يزعلش وبترن مامة جو عليه وبتقوله إنها جابت له حاجات عشان ياخدها مع ألمانيا فبيقول لها إنه مش مسافر ويلين بتروح البيت عند جو وبتقوله نعمة بسوطة إنه هيتعش عدوه من نهاردة وبتشوفه وهو بيلم الكتب وبتقوله بتلمها علشان مسافرين بس هو بيلمها ورايح مكان تاني لإنه مش هيسافر وبعد كده يان بيرن على جو بيقوله إن المريض 16 حالته بتخرج عن السيطرة وبنروح لفاول اللي بتمضي العقد مع لين وبتقولها شوها يفهمها تعمل إيه في ألمانيا بس لين بتقولها إنها عندها ترتيبات تانية لإنها كانت هتسافر هي و جو وبيشوف جو خبر على الموبايل إنه دكتور عديم الضمير وبيلاقي صورته مع الخبر وإن تاريخ جو بيقول إنه قتل معلمه قبل كده وتانغ بيقوله جو إنه هيخليه اختفي وإنه عارف كل حاجة عنه وكاو بتتكلم مع تانغ وبتقوله إنها بنت المدير وبتقوله ليه أنت بتعمل مشاكل وبتقوله إن جو معملش حاجة غلط وغاو بيتكلم مع جو إن تانغ نشر الخبر وإنهم هيحققوا معاه وإن الموضوع بقى رأي عام وكمان بيقوله إنه هيتوقف عن العمل فالجو بيسأله هيتوقف فترة قد إيه فبيقوله جو لغاية ما التحقيق يخلص بس الجو بيقوله إنه عايز يعمل آخر عملية للمريض 25 وبيوافق غاو وكاو بتقوله جو إنها عايزة تساعده وتثبت برقته وإنها هتدور على أدلة فالجو بيقوله إنه مستقبله انتهى لإنه الدكتور أهم حاجة صمعته وإن الناس مش هتصك فيه تاني وبترجع لين البيت وبتلاقي باباها متشيك لإنه مستني جو ولين بتقوله إنها مضت العقد وبيسألها على جو فبتقوله ممكن يكون لسه في المستشفى ولي بتحضر كل أنواع الأكل لإنهم عزمين جو على عشا ولين بتكلم جو وبتسأله هيروح عندهم إمتى وبتصور الأكل اللي مامتها عملاته وبتبعته للجو ولين بتقول لباباها إن الجو هيوصر كمان دقيقتين وبيوصر جو لبيتها عندي لين وبيكونوا مخضرين عشا أشكال وألوان والأكلات اللي بيحبها كلها وبابا لين بيسأل جو عن سنه وأهله بيشتغلوا إيه وإيه خطته لما يتجوز وبيرد على جو بس بابا لين بيقول للجو أوعدني إنك تتجوز دين وتخفز عليها وتخلي بالك منها فلين بتقوله ما يقلقش عليهم وإنهم هيسافروا ألمانيا ويشتغلوا وبنرجع للجو اللي بيفتكر اللي حصله في المستشفى وإنه خسر شغله وبيسكت شوية وبعدين بيقول إن شغله مش مستقر وإنه ما يقدرش يوفي بوعده دلوقتي فبابا لين بيسأل جو إنه ليه جاي دلوقتي وإنه كده بيضحك عليهم ومش جاد وما فيش نية للجواز بس الحقيقة عكس كده خالص وإنه فعلا كان رايح يوعد لين بالجواز بس اللي حصل معاه في المستشفى لغبط الدنيا خالص وبيمشي جو ولين بتروح وراه هي مصدومة من اللي حصل وبتقوله إيه السبب وإنه تغير كده فجأة وإنه هو اللي محدد معاه لإنه عايز يتكلم مع باباها في جوازهم فجو بيتأسف للين وبيقول لها تديه له وقت وطبعا ما قلهاش الحقيقة واللي حصل معاه في المستشفى وبترجع لين البيت وباباها بيقول لها تنفصل عن جو وإنه مش موصوق فيه بس لين بتقوله إنه جو مش كده وإنه محتاج وقت شوية بس ولي بتقول الجزها ما تزعلش علشان صحتك ولين بتدخل قدتها وبتعيط وبتبقى زعلانة قوي إنها ملحقتش تفرح وبنروح لسانسان اللي بترن على غومش بيرد عليها وغومش بيرد عليها لإنه رهن الكافي ومش عارف يقول إيه لسانسان لإنها مديرة أعماله وقف فيه كل حياتها وتجو أخد كتبه اللي في المستشفى وبيقول لي يان إنه هياخد شوية أيام أجازة فيان بيقوله ما يقلقش وإن غو هيثبت برقته لكن جو بتكون ثقته في نفسه تهزت وبيقول لنفسه إنه مش هينفع يبقى دكتور بعد النهاردة وبيرجع غول بيته ومامته بتسأله تأخر ليه وبتقوله إن بابا مستني وبابا غو بيقوله إنه هيسافر مع بكرة للخارج وبيوافق غو بس بيقوله إنه رهن الكافي وإنه فلوسه ضاعت وإنه زعلان بس على صنصن مديرة أعماله وغو بيبعت رسالة لصنصن وبيقول لها إنه آسف وبترن عليه بتلاقي تليفونه مقفول والتاني يوم لين بتصحى من النوم بتلبسه وبتروح تخبط على جو بس ما حدش بيرد لأن جو أصلا مش موجود ومامة لين بتشوفها وهي بتخبط على جو منهارة من عياط وبتهديها وبتقول لها أكيد جعانة ولين بتقول لها أيوة وإنها عايزة تاكل برة فبينزلوا مع بعض وبتروح لين ومامتها على مطعم ولين بتقول لها إنها عايزة تتدرب أكتر على تشيله وإنها ضيعت وقت كتير وغاو بيسأل يان على جو فبيقول له إنه أخد أجازة وغاو بيقول لي يان هيدي أجازة ويروح يدور على جو ويجيبه وتغ بيقول لغاو إنه أكيد هربان وبيقول إن جو ما عندوش ضمير ويان صاحب جو بيقول للتنغ أيوة جو ما عندوش ضمير وبيعرفوا إن جو فضل 8 ساعات يعمل لابنه عملية وإنه شال البنكرياس والطحال لإنه عايز ينقزه وما كانش فيه حل غير كده وبنرجع للين اللي بتروح تتدرب أكتر على تشيله وعايزة تسافر ألمانيا وبتخلص لين وبتلاقي صنصان مستنيها قدام كليتها وبتحكي لها لين إنه تجو قابل باباها وإن موضوع جوازهم اتلغبط وبيروحوا مع بعض يغنوا ويتجنانوا ويطلعوا كل اللي جواهم وبيعملوا شوبينج وبعدين بتشوف المستشفى وهي مقلوبة ولجنة التحقيق وغو تنجي مستنيين جو اللي مش موجود أصلا وبيروح ينوى كاو لتجو البيت ومش بيلقوه وبيفكروا يسألوا عليه عند حد من قريبه لكن كاو بيجي في بالها لين وإنها حبيبت جو وأكيد عارفة مكانه وبتكون لين راجع البيت وبتلاقي ينوى كاو مستنيينها وبيسألوها عن مكان جو وبيعرفوها اللي حصل في المستشفى معاه وبتجري لينة على المكان اللي كانت فيه هي وجو بيتفسحه وبيتلاقيه هناك وبتقوله انت أناني وضعيف ليه هربانه مش بتحول تثبت برقتك وكمان بتقوله انه صاحب فاشل والدكتور مش عارف مستقبله هيبقى ازاي وبتركب تاكسي وبتسيبه وبتمشي والجو بيجري عايز يلحقها بس بيتعب من الجري وبيقف بس بيرجع جو على المستشفى وينوى كاو بيقولوله ان المستشفى مقلوبة وان غو لجنة التحقيق وتنغم استنيينه والجو بيقولهم انه آسف بس بيقولهم انه محتاجهم يقفوا جنبه ويثبتوا برقته وبيتشوف ممرت بيقول ان المريض 16 عنده نزيف وبيجري يان وجو ينكزو ومامة الطفل بتترجى الدكترة يلحقوه وبتقولهم انه ابنها الوحيد وتنغ بيقول لي يان يعمل لابنه عملية بسرعة ويلحقه بس يان بيقوله انه مش هو اللي عمل العملية الاولى ومش عارف حالته وتنغ كان هينقله مستشفى تانية بس جو قاله انه عارف حالته وانه اكيد مش واصق فيه بسبب العملية الاولى بس مفيش وقت والمفروض يلحقوه وان جو الدكتوري الانسب للعملية لانه عارف الحالة وبيوافق تنغ ان جو يعمل لابنه العملية وبيقوله ان دي الفرصة الاخيرة وبيبوس رجله بيقوله ينكزو بس بيقوله لو ابنه مات مش هيسمحو ويان بيقول لتنغ ان جو كان راح ممتاز وبيجري جو بيعمل العملية للطفل وبينكزو وبعد كده غاو بيشوف الطفل بعد ما عمل العملية وبيتكون العملية نكحة وغاو بيقوله جون العملية نكحة وبيفرح هو واصحابه الدكتورة وتنغ بيقوله جو ان ابنه عايز يشوفه وبيدخل جو معاه والطفل بيبقى عايز يتكلم لكن جو بيقوله ما يتكلمش وانه لسه ضعيف من العملية ومحتاج يرتاح وتنغ بيشكر جونه انقذ ابنه وتجو بيقول لاصحابه انه هيجمع ادلة للتحقيق وبيقول ان شغلهم الاساسي الحق المريض مش يستنوا رأي الناس فيهم ولين بتروح المستشفى عشان توقف جنب جوف محنته فسمعته هو بيتكلم مع اصحابه ومشيت من غير ما تتكلم معاه وبيروح جون بيته بيخبط على بابلين وبتفتح له وبتسأله عن المشكلة اللي حصلت معاه في المستشفى فبيحكي لها جون اللي حصل كله وبيطلب منها تتعشى معاه النهاردة لكن هي بترفض وقالت له انها قالت رأيها فيه قبل كده كصاحب وانه فاشل وبتقفل الباب وبتدخل وتجو بيخبط تاني على لين وبتفتح له ماماتها وبيقول لها انه عاوز يكلم لين فبترفض وبتقوله يروح ينام لانه عنده شغل بكرة ولي بتقوله انه عارف حالة بابا لين وياريت ما يخبطش عليهم تاني لانه تعبانه مش حمل زعل وبتدخل لي القودة عند بنتها ولين بتقولها انها مش صغيرة وتقدر تتعامل مع جو غيره وبتقولها تصك فيها وبتروح لي على قودتها ولين بتبقى زعلانة انها بقت وحيدة وكمان كده هتسافر لوحدها وبنروح لصنصن اللي بتقول للعمال في الكافي انها هتديهم مرتباتهم وان الكافي مش هيتقفل وان المدير مسافر وراجع وبتشوف جين بيتكلم معين لكن نين بتسيبه وبتمشي وتجو بيخبط على لين وسب لها اكل في الباب ودخل بيته ولين بتفتح وبتاخد الاكل وبعدين شاو بيدي ورقة بخصوص الصفر للين وبيقول لها ان فاو بعتها اللين وبيسألها على رأي باباها ومامتها في الصفر وبتقول له ان دي فرصة ما تتعوضش وتجو بيروح للين الشركة وبيقول لها انه كان سايب لها فطار وبيقول لها فطارتي فبتقول له انت جاي علشان تسألني فطارتي وبتدخل هي وشاو الشركة يعزفه وبتسيب جو برا واصحاب لين بيسألوه على جو وبيقول لها ان صاحبك شكله رومانسي قوي وبتطلع لين وبتقول له جو يمشي وشاو كمان بيقول له يمشي وبيمشي جو بيقول لها انه مستنيها في البيت وبترجع لين البيت وجو بيفكر ازاي يراضيها ويرجعها تبقى حبيبته وبعدين بيفكر يبعت لها ورد وبيتصل بمحل الورد يبعت لها ورد ولين باباها بيخبط وبتفتح الباب تلاقي ورد من جو وبيقول لها اسف وبتاخد لين الورد وبتروح ترميه في الباسكت وبيفكر جو في حاجة تانية وعمل نفسه انه تعبان وصخت ورح خبط على لين وبيقول لها انه تعبان وبتقول له هو التعب بيجي فجأة لانه كان عندها في الشركة النهاردة وبيرجع جو على بيته بيكسر في الكبيات والازاز علشان لين تسمع وتروح له وفعلا لين بتسمع صوت ازاز بيتكسر وبتروح عند جو تشوفه وبتلاقيه صخن لانه كان حاطة فوتا صخنة على وشه ولين بتدخر جو على السرير وبتشوف له خفط حرارة وبتروح تجيب مية علشان ياخد الدوة وتجو بيبدل الحبوب اللي في علبة الخافض مع علبة الفيتامينات لانه مش تعبان بس بيقع شوية حبوب منه على السرير وبيخبيهم وبياخد حباية من الفيتامينات على اساس انها خافض ولين بتدل الحبوب وبتقوله انها هتمشي فالجو بيقول لها انه جعان وبيطلب منها تعمله اكل ولين بتروح تعمله اكله وبتأكله وبعدين بتشوف الحبوب على السرير مع انه كان مخبيها ولين بتعرف انه بيدحك عليها ومش تعبان ولا حاجة وانه اخذ فيتامينات مش خافض وبتبقى عايزة تمشي بس جو بيقوم وبيقول لها انه بيعمل كل دل انه عايز يعتذر له ويتكلم معاها لكن لين بتقوله ما تتعبش نفسك وانها مسافر ألمانيا فجو بيقول لها انه اسف انه وعدها انه هيسافر معاها بس هو ما كانش يعرف ان السفر اتلغى ولين بتبقى عايزة تمشي لكن جو بيقول لها انه مش هيزعيجها تاني وبيتمنى تكون مبسوطة ولين بتقوله انها مبسوطة انه قالها كده وبترجع على بيتها بس طبعا بتكون زعلانة جدا وبترجع لين بيتها وبتمسك الازازة اللي جو كان كاتب عليها انه بيحبها وبتقلع الغويشة اللي جو كان مديهالها وبتحطوهم في صندوق وبتفتكر كل لحظات الحب اللي بينها وبين جو وطبعا بتكون زعلانة قوي وبتعيط وبنروح لسانسان اللي بتعرف ان الكافيه مرهون وبتسأل الراجل اللي جاي يحجز على الكافيه عن غو وبيقول لها انه سافر للخارج وبعدها جين بيقول لي لين انه هيشتغل بعد ما يتخرج وان شافبة كان يتدرب فيه ويين بتقول له وانا ايه علاقتي بالموضوع يعني وبترخم عليه من ساعة بزعلها وقال لها ينفصلوا عن بعض وبتروح لين لفاو وبتقول لها انها مش هتقدر تسافر وبتقول لها انها اسفة وبعد كده لين بتقرى الخبر ان جو ما عندوش ضمير اللي تنغ كان منزله فبتروح لين جاريا على المستشفى وبتتكلم مع تنغ وبتقول له ان جو هو اللي عمل عملية لباباها وعالجه من سرطان المعدة وانقص حياته وكمان بتقول له انها فخورة جدا بلانه جراخ شاطر وبيسمع جو صوت لين وهو معدي من قدام القوضة وبيشدها وبيخرجها برا القوضة وبياخدها على مكتبه وتجو بيسألها انت يال انا علي فبتقول له لا وطبعا بيكون من وراء قلبها لانها لسه زعلانة منه فبيقول لها ان القضية سقطت وان نتائج التحقيق بينت ان جو مش غلطان ولين لسه هتمشي بس جو بيقرب منها وبيقول لها ان شكله عنده برد فعلا والمفروض تهتمي بيه وبيروح لين وتجل بيت ولين بتقوله انها مش هتسامحه لو عامل نفسه تعبان تاني لكن جو بيقول لها انه لما بيحب حد بيحميه وبيبقى مش عايزه يتقلم ولا يتعب في حياته وكمان بيقول لها ان مامتها وباباها علاقتهم كويسة وانهم بيدعموا بعض وان ليه وقفت جنب بابا لين في تعب ومسابتهوش والجو بيقول للين ان هي عائلته وحبيبته وكل حاجة في حياته وبيسألها كانت حاسة بايه وهم منفصلين وبتقوله انه كان احساس صعب قوي ومش عايزة تحسه تاني وهنا لين بتقول لجو انها مش هتسافر ألمانيا بسببه لانها مش هتقدر تسافر وتسيبه وبتقوله انها هتفضل معه على طول ولين والجو بيفضلوا صهرانين مع بعض طول الليل وبتقوله انها مش بيصدق انهم راجعوا البعض تاني وبتقوله كمان انها لازم تمشي لان بابها ومامتها لو عرفوا انها مش في البيت هيموتوها وتجو بيقول لها ان عيد ميلادها بكرة وده اول عيد ميلاد ليهم مع بعض ولازم يحتفلوا بيه سوا وبيروح تجو على المطعم ولين بتتصل بيه وبتعرفوا انها جاهزة وبيقول لها انه في المطعم ومستنيها بس بابا لين ومامتها بيقولولها تعد تتغدى معاهم وانهم عايزين يحتفلوا بعيد ميلادها ولين بتقولهم انها كانت خارجة مع اصحابها تحتفل بعيد ميلادها بس لما لقيتهم انهم هيزعلوا عشان مش هتحتفل معاهم قالت لهم خلاص هتتغدى معاهم وبتبعت لين رسالة لجوب بتقولوا انها مش عارفة تخرج وان اهلها عايزين يحتفلوا بيها فالجوب يرد عليها وبيقول لها انها تحتفل براحتها معاهم وهو هيفضل مستنيها ولي بتكون عاملة لبنتها كل الاطباق اللي بتحبها وبتشبع لين لكن مامتها بتكون عاملة لها مفاجأة تانية وجايبة ترطاية وبتقول لين تتمنى امنية ولين بتتمنى امنية وبتعرفهم ان امنيتها ان هي وعالتها يفضلوا مع بعض دايما ويكونوا في صحة كويسة وبتدي لين لمامتها حتة من الترطا والباباها حتة وبتهزروا وبتقول لهم باقي الترطاية ليا ولين بتبعت رسالة جو انها لسه مش عارفة تخرج فالجوب يرد عليها وبيقول لها براحتك وانه هيفضل مستنيها والجوب يتكلم مع نفسه ان دي اول مرة يستنى حد لكن لين بتستنى كتير لان في اغلب الاوقات بيكون عنده عمليات مستعجلة وانه مش ناسي ده والجرسون بيقول لجو انهم هيقفلوا المطعم وبيسألوا الجرسون على الترطا فجو بيقولوا يلفها ولين بتقول للمامتها انها عايزة تخرج بس لي بتقول لها انتي مش هتحتفلي مع اصحابك انتي شكلك رجعتي لجو فبتقول لها لين ايوة بس لي بتكون خايفة عليها وبتقول لها انها عايزة هتبقى مبسوطة وليد بتقول لها انها مبسوطة جدا معاه وانها تفضل مع جو طول العمر وبيرجع جو لبيته مع ترطا وبيلاقي لين في البيت عنده وجو بيقرب منها وبتقول له انها اسفة انها معرفتش تروح للمطعم وجو بيقول لها ان لسه في وقته هنحتفل بعيد ميلادك ولين بتقول لجو انت وسيم قوي وبيرد عليها ان الرجل الوسيم ده بتاعها هي ولين وجو بيعملوا مكارونا مع بعض في المطبخ وبيكونوا مبسوطين وبعدين جو بيفتح الترطا وبيحتفله وبيقول لين تتمنى امنية فبتقول له لين انهم يبقوا بصحة كويسة وكمان بتتمنى انهم يبقوا مع بعض على طول وبيعودوا مع بعض شوية ولين بتقول له انها لازم ترجع لان الوقت تأخر بس جو بيطلب منها الجواز وبيقول لها تقبلي تتجوزيني وبيقول لها بسبب المرض في ناس كتير بيسيبوا بعض لكن لي ما متها وقفت جنب باباها في مرضه وطبعا لين بتوافق على طلب جو مع انه طلب مفاجئ وبيقربوا من بعض وبيكونوا مبسوطين جدا وبترجع لين لبيتها وجو بيتصل بلين وبيقول لها نمتي فبتقول له لسه وبتعرفوا انها مبسوطة قوي لانها تتجوز الشخص اللي بتحبه والتاني يوم بيروح جو المستشفى وبيقول فرحان جدا وبيشوفوا يانو بيقولوا فرحان ليه النهاردة وجو بيقولوا انه طلب لين للجواز وانه عايز خاتم ألمس عشان يدين لين وبتسمعهم كو وهم بيتكلموا وبتتدايق وكو بتقول لجو انها تقبلت فكرة ان جو ولين يكونوا مع بعض بس بتقولوا انها حاسة انها خسرانة والجو بيرد عليها وبيقولها انها جميلة وناس كتير بتحبها وبيقولها كمان ان بكرة يبقى عندها عيلة وبيمشي الجو بتقولوا كو انها بتتمنى له السعادة وبتخرج لين مع أصحابها وبتقولهم ان جو طلب يتجوزها ولين بتسأل سنسان على غو وبتقولها انه سفل للخارج وبتقولها تخلي جو يكلمه فسنسان بتقولها مفيش داعي وبنعرف ان الكافي معروض للبيع لان غو كرهنه وسنسان بتوقف قدام الكافي وهي زعلانة لان الكافي كان كل حياتها وبيرجع جو لبيته وبيلقي لين مستنياه وبتقوله ان مامتها عاملة أكل كويس وهتسخنه بس جو بيبقى عايز يعرفها حاجة مهمة وبيقولها تعالي بس والجو بيتفق مع لين انهم يتجوزوا لما لين تتخرج وبيقولها انه شاف خاتم جواز كويس ولين بتسخن الأكل وبياكله وبترجع البيت والجو بيرن على لين وبيسألها عرفت بابها وكلمته انه هو طلبها للجواز فبتطلع لين لبابها ومامتها وبتقولهم انها عايزة تعرفهم حاجة مهمة وبتقولهم ان الجو طلبها للجواز وأهلها بيسألوها رجعت امتى للجو وقالت لهم يوم عيد ميلادي ولين بتقول للبابها عارفة انك زعلانه مش موافق وان الجو مش عاجبك وبتقول لبابها انها بتحب الجو وعايزة تبقى معه وتتجوزه ولين بتقول للبابها انها دايما بتسمع كلامه لكن دي حياتها الخاصة فبابها بيقول لها تحدد معاد مع بابا الجو ومامته ولين بتكون فرحانة انه وافق وبتشكره وبتتسل لين برجو بتعرفه انها خايفة من مقابلة بابا ومامته وبتسأله بابك بيحب موصفات ايه في البنت والجو بيرد عليها وبيقول لها ان بابا دكتور واكيد بيحب البنت اللي معها تعليم عالي وتكون نتيفة وبنرجع لبابا لين اللي بيسأل لين على الصفر فبتعرفوا انها مش هتسافر لانها مش عايزة تبعد عن جو ولا عن باباها ومامتها وخلينا في المهم بتشوف عيلة لين بتزور عيلة جو ببيتهم ومامت جو بتدي لين هدية ولين بتشكرها وبتقول على لين انها بريئة ولطيفة وكمان بتقول لهم ممكن نستنى سنتين والاولاد يعرفوا بعض اكتر ولين بتحط الشاي لمامت جو وبتوقع مياه سخنة على ايدها وبعدين بتقول لها اسفة فبابا لين بيقول لها انه عارف ان لين لسه صغيرة بس هي في بعض المواقف بتكون نطقة اكتر من باباها ومامتها وبيقول لهم ان لين وتجو بيحبوا بعض والمفروض نبرك لهم ولي بتقول لهم ان اهم حاجة في العلاقة انهم يدعموا بعض ولين بتعيتوا بتكون متأثرة بكلامهم وتجو بيمسح دموها ومامت جو بتقول ان لين وتجو بيحبوا بعض وانهم هيسندوهم ويقدموا بركتهم وبيقول لهم جون وعاوز يتجوز لين في اقرب وقت وبيقول لعيلة لين انكم مش هتخسروا بنتكم انتوا هيبقى عندكم ابن ولين بتقول لعيلة جو انهم مش هيخسروا ابنهم وهيكون عندهم بنت وبتروح لين البيت عند جو وبيقول لها انه عاوز يعرفها حاجة مهمة وبيقول لها ان باباها سرطان المعدة عنده بها اسوأ بس لين مش بتصدقوا وبتقول لجو انها تسافر ألمانيا وهتاخد باباها يتعالج هناك فبيقول لها جو ان باباها عيلته وان ما فيش دكتور هيهتم بيه زي ما هو هيعمل وبيفتكر جو كلام الدكاترة ان خلاص بابا لين ما ينفعش يعمل عمليات وانهم هيدولوا عليك بس يخفف القلم وبيقول لها انه هيموت في خلال سنة بس جو بيقول لها ان باباها وعده انه مش هيستسلم وليين بتقول لجو عشان كده وافق على جوازي في وقت قريب وبتشوف جو هو بيجمع كل التقارير عن حالة بابا لين لانه عايز يساعده وينقزه من السرطان والموت وبتروح لين للمستشفى لجو بيطمنها وبيقول لها ان باباها عايز يستمتع بالباقي من حياته من غير ما يحس انهم قلقانين عليه وبتكون لين زعلانة جدا وبتقول لجو ان باباها لسه صغير قوي على الموت وانها تمنى تفعيد ميلادها ان عالتها تكون في صحة كويسة وبتقول له انه امنيتها ما تحققتش وبيحكي جو لين عن واحد صاحبه اسمه فرانك وانه مات وكان عنده مرض في الدم وبيقول لها تدعي وتصلي الباباها انه يحصل معجزة ويعيش وبترجع لين البيت وبتحضر الفطر لباباها ومامتها وبتنادي عليهم عشان يفطروا وبابا لين بيقول لها تدور على شغل لكن لين بتقوله انها مشغولة الفترة الجاية في ترتيبات فرحها وعايزهم يساعدوها ولي بتقولها انها هتروح معها تختار الفستان وانه اكيد لين هتبقى جميلة قوي في الفرح وبتقعد لين مع باباها وعينها مليانة دموع وبتبقى خايفة عليه وبتقضي لين وقت كبير مع عائلتها بيتحكوا ويهزروا مع بعض وبعدين لين بتجهز الغداء وبتطلب من باباها يدق اكلها وبتعمل كل الاطباق اللي باباها بيحبها وبتروح لين تنام وبتحلم ان باباها ماشي وسايبها ومش بيرد عليها وبيختفي فبتجري لين تتطمن على باباها وبتروح قداتهم وبتلاقي ان باباها كويس وبتنام بينهم وبتقولهم انها كانت بتحلم بكابوس وتاني يوم لين وعائلتها بيكتبوا دعوات الفرح وبيوصل جو البيت عند لين وبيكشف على باباها وبابا لين بيسأل جو انه عرف لين بحلته فجو بيقوله ايوة وانه مقدرش يخبي عليها فبيقوله صح المفروض بيكونش بينكم اسرار وكمان بيقوله انه فاكر يوم ولادة لين وان الوقت عدى بسرعة وبقت عروسة وبابا لين بيسأل جو وبيقوله انا ممكن اسيب لين وانا مش قلقان عليها والجو بيقوله انه بيحبها وهيحميها وهياخد باله منها وخلصوا كلامه وطلعوا من القوضة ولين بتسأل جو على باباها اللي بيرد وبيقولها انه كويس طبعا ولين بتقول جو ان باباها بيساعدها في تجهيزات الفرح فبيقولها انه محتاج راحة وبنشوف لين بتدي لسانسن دعوة جوازها وسانسن بتبرك له وبتقولها لسه بقي حاجة ممكن اساعدك فيها وبتقولها لين ان غو في استراليا وجو بعت له دعوة على النت وغو بيرجع للصين عشان يحضر فرحهم وبيروح غو الكافيه وبيلاقيه اتباع وبيدخل الكافيه وسانسن بتشوف غو بتقوله محتاج حاجة وبيتعرفوا انها اشتارت الكافيه وبيطلب منها انه يشتغل في الكافيه وبيتوافق انه يشتغل معاهم وبنرجع لين وعالتها اللي بياكلوا الاطباق المفضلة ليهم وبتدخل لين قدتها تلبس لانهم رايحين يختاروا فستان الفرح وبابا لين بيجري على الحمام وبيرجع دم وليه بتكون معاه ومش عايزة لين تحس بحاجة وبعد كده لين وعالتها وجو بيروحوا يختاروا الفستان ولين بتختار فستانه وبتقيسه بيكون شكلها جميل جدا وبابا لين بيصورها كتير قوي وبيكون فرحان بيها وجو بيقرب منها وبيلبسها تاجه بيقول لها انها جميلة جدا والمحل بيدي بدلة البابا العروسة مجانا وبيقول له يختار البدلة اللي عجباه وبيتشوف لين وهي بتعيط وزعلانة لان باباها بقى نحيف من التعب اللي عنده وبنروح لبابا لين اللي بيقس البدلة وبيسمع هوا وممتها لين وهي بتعيط وبعدين بابا لين بياخدها وبيخرجه وبيعزمها على ايس كريم وبيقول لها تاخد بالها من اكلها وبلاش الاكل الغير صحي والاكلات السريعة وبيقول لها انت يا تفهمي الكلام ده لما يكون عندك اطفال ولين بتقول له لما اجيب اطفال انت اللي هتبقى مسؤول عن تعليمهم الابتدائي والاعدادي والسنوي بس بيقول لها انه ما يقدرش يبقى معاها للابد لكن لين بتقول له انها عايزة يبقى مع اولادها للابد وبتعيط وبابا لين بيقول لها ما تعيطش وانها هتبقى عروسة جميلة وبيرجعوا البيت وبيكون اصحاب لين عندها في البيت وصنصنويين وبتكتب لين عهد الجواز وبتسأل صنصنويين تكتب ايه وبيردوا عليها وبيقول لها انهم ما تجوزوش قبلي كده فبتقول لهم خلاص هسأل جو لكن اصحابها بيقول لها ما ينفعش وبتكتب لين عهد الجواز والكلام اللي عايزة تقوله جو وفي نفس الوقت جو بيكتب عهد الجواز وغو بيكون معاه في البيت وبيكون عايز يشوف جو بيكتب ايه لكن جو مش بيوافق وبتتصل لين بتجو وبتسأله كتب عهد الجواز فبيقول لها ايوة وبتقول له فرحنا بكرة فبيقول لها ايوة يا اميرسي وخلاص جاه اليوم اللي تجو لين هيبقوا مع بعض وفرحهم النهاردة وبتشوف تجهيزات جميلة في الفرح وبال لونات وتورتة وجاتوا مشروبات والكل لابس اشيك واجمل حاجة عنده ولين بتسأل باباها حاسس بايه بس بشعر الاب في اليوم ده بتكون متلاغبطة بين انه فرحان بفرحها وزعلان لانها هتبشي مع جو وهتسيبه واصحاب جو دا كترة بيبقوا موجودين في الفرح واصحاب لين كلهم وشوفاو وبنشوف لين وباباها مسكها من ايدها وبيوصلها لعريسها جو وبتغيت لين من الفرحة وتجوب يمسك المايك وبيقول لين قدام كل المعازيم ان لين شجاعة وزكية وانه عايز يكمل حياته معاها وانه عايز يعيش معاها ويكبروا مع بعض في السن حتى لو معرفوش يسافروا مع بعض لكل العالم بس هو حاسس بالرضا وبيقول لها بحبك يا لين ولين بتقوله انها محظوظة انها قابلته وان فيه اوقات جميلة بينها وبين جو وبتقوله كمان انها عمرها مفكرت ان جرح باباها هيكون جوزها في المستقبل ولين لسه بتتكلمه بتقول لدجو ان لو تكررت حياتها تاني بتتمنى تقابله وبتوعده انها تفضل معاها طول العمر ولين ودجو بيوعدوا بعض انهم يكونوا صبورين ومتسامحين ورومانسيين في حياتهم سواء كانوا فقرة او اغنية وبيلبس دجو الخاتم للين وبيوعدوا بعض انهم يفضلوا مع بعض باقي حياتهم واصحاب لين بيقولولها ان الكلام اللي قالته كان مؤثر فعلا وبابا لين بيقول للبنته انتي من النهاردة هتكوني زوجة وام وانها تاخد بالها من نفسها ومن جو ويعيشوا في سعادة وبيمشوا وبيسيبهم وخلاص الفرح بيخلص ولين ودجو بيكونوا في قوضة جميلة مليانة بلونات وزينة وبينشوف اهلهم واصحابهم كاتبين ايه بمناسبة جوازهم بابا لين كاتب انها من ساعة ما قررت تتجوز ومامتها بتقوله يكتب لها خطاب ولين بتقرأ كلام باباها وبتفتكر كل اللحظات بين بينهم وبين باباها لما كان باباها جايب لها هدية في عيد ميلادها ولما كانوا بيكلوا مع بعض وبيكلوا ايس كريم وبابا لين كاتب لها كلمة تقراها كل السنة في عيد جوازها لمدة سنوات كتير عشان ما تحسش انه سابها وبعد كده بنشوف لين وتجو ومامتها وباباها قاعدين كلهم مبسوطين وكل واحد فرحان انه معا حبيبته وبابا لين بيقول لهم ان الزوجين اللي عايشين في سعادة بيجيبوا اطفال جميلة وبيقول لهم كمان انه مبسوط معاهم وممكن بعد كده ما يبقاش معاهم في الاوقات السعيدة دي وبيقول لين انها طيبة وتستحق فعلا انها تتحب وبتخلف لين وبيكون معاها ولد جميل جدا وبتقرر سالة باباها في السنة السبعة من جوازها وبيسألها لسه مع بعض ومتجوزين ولين بتقول لهم لسه مع بعض ومتجوزين ومبسوطين وبتخرج لين هي وتجوء ابنها وبيلعبوا هم التلاتة وبتكون عيلة جميلة وسعيدة وبكده بيخلص مسلسلنا استنونا في مسلسل جديد وما تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا سلام